منزمة الكيمياء للصف الثالث متوسط سؤال كيف تطور مفهوم البناء الذري حسب التسلسل الزمني؟ جواب ألف نموذج دولتون في بداية القرن التاسع عشر تصور دولتون الذرة على هيئة كرة صليبة غير قابلة للانقسام وترتبط بطرق بسيطة لتكوين ذرات مركبة نموذج تومسون في نهاية القرن التاسع عشر اكتشف تومسون بأن الذرة تحتوي جسيم صغير ذا شحنة سالبة عرفها بالإلكترون وأكد أن الذرة موجبة الشحنة تلتسق عليها الإلكترونات جيم نموذج ريدرفورد في أول قرن العشرين اكتشف ريدرفورد البروتون الذي يحتوي على جسيم موجبة الشحنة وأكد أن البروتونات تكون في وسط الذرة وسماها النوات وإن الألكترونات تدور حول النوات سؤال لماذا سمي نموذج ريدرفورد بالنموذج الكوكبي؟ جواب الألكترونات السالبة تدور حول النوات وتعادل الشحنة الموجبة للإبروتونات وإن الألكترونات تدور بسرعة كبيرة حول النوات كما تدور الكواكب حول الشمس سؤال ما مفهوم البناء الإلكتروني للحديث؟ ألف نموذج بور بداية القرن العشرين اقترح بور أن الإلكترونات تدور حول النوات في مستويات الطاقة وهي عدد الكم الرئيسي وتزداد طاقة المستوى بزيادة البعد عن النوات ويمكن للإلكترون أن ينتقل بين مستويات الطاقة عند فقنانه أو اكتسابه الطاقة با النظرية الذرية الحديثة أكدت هذه النظرية على وجود السحابة الإلكترونية المحيطة بالنوات وتحتوي الأغلفة الإلكترونية على الإلكترون أو الإلكترونية سميت بالأورابيتال ومن فرضيات هذه النظرية أولاً تتكون الذرة من نوات تحيط بها الإلكترونات ذات مستويات مختلفة من الطاقة ثانياً توجد النوات في مركز الذرة والتي تحتوي على البروتونات والنيترونات ثالثاً تدور الإلكترونات حول النوات على مسافات بعيدة عنها وهي أعداد صحيحة موجبة ويرمز لها بالحرف N في مستويات الطاقة وبعيد عنها بعدد صحيح وموجب يرمز له N ويسمى بعدد الكم الرئيسي سؤال كيف يمكن توزيع الإلكترونات على مستويات الطاقة وضح ذلك؟ ألف مستويات الطاقة الرئيسية وهي عدد الكم الرئيسي ويرمز لها بحرف N وقيمتها 1-2-2-3-4-5-6 مثلاً مثال رمز مستوى K قيمة N 1 رمز مستوى L قيمة N 2 رمز مستوى M قيمة N 3 رمز مستوى N قيمة N 4 رمز مستوى O قيمة N 5 رمز مستوى P قيمة N 6 رمز مستوى Q قيمة N 7 الصفحة الرابعة وكلما كانت قيمة N كبيرة زادت الطاقة ويصبح الإلكترون أبعد من النواة با مستويات الطاقة الثانوية وهي مستوى مثل F فارزة D P S فالمستوى S يكون دائري ومستوى B يكون شكل 8 ومستوى D معقد الشكل ومستوى F أكثر تعقيد كما في الشكل أدنى وبالتالي فإن مستوى F فارزة D لهم أشكال فراغية أكثر تعقيدا صفحة الخامسة الشكل التالي يوضح مستويات الطاقة الرئيسية شكل سؤال عدد الإلكترونات والأوربتالات في المستويات الثانوية جواب الأوربتال هو الحيز الذي يحتوي على الإلكترون واحد أو الإلكترونين فقط ويرمز له ملحق مربع ويوضع الإلكترون بشكل واحد وإلكترونين واحد ففي المستوى الثانوي S يحتوي على أوربتال واحد أو واحد ورقم واحد أيضا باتجاه عكس كتابته ففي المستوى الثانوي P يحتوي على ثلاثة أوربتالات ففي المستوى الثاني D يحتوي على خمسة أوربتالات ففي المستوى الثاني F يحتوي على سبعة أوربتالات الإلكترون يدور محوري كما يدور حول النواة فتدور الإلكترونات باتجاه أقرب الساعة أو أكس أقرب الساعة فيتولد مجال مغناطيسي يضعف التنافر الكهربائي سؤال كيف يتم ترتيب العناصر حسب الترتيب الإلكتروني الترتيب الإلكتروني لكون أنصر طاقة كلية أقل ما يمكن فتترتب الإلكترونات على المستويات صفحة السادسة ألف مبدأ أوفاباو مبدأ أوفاباو يعتمد على مستويات الطاقة الثانوية تملأ من مستويات الطاقة الأقل ثم إلى الأعلى حسب الشكل التالي هذا شكل موضع فقاعدة هونت وهي تعتمد على أن لا يتزاوج الإلكترونين في مستوى الطاقة الثانوي إلا بعد أن تشغل أوبر ثالاته أولا للذرات التي مستواها FTP وهنا مثال بيّن الترتيب الإلكتروني لكل من المستويات الثانوية التالية مثلا P3 هنا لدينا مثل الملحق يعني خانة بها ثلاث خانات وبها متقسم P3 يعني ثلاث وحدات حاطين بكل ملحق رقم واحد وكذلك D4 أيضا حاطين مثلا هنا نعدنا خمس ملحقات كل ملحق ضايفين هو D4 نضيف أربع وحدات يعني أربعة واحد نضيف بكل ملحق واحد وهكذا مثال أيضا اكتب الترتيب الإلكتروني للعناصر الآتية والصفحة السابعة مثال اكتب الترتيب الإلكتروني وبين ترتيب الإلكتروني في المستوى الرئيسي للأخير العناصر الآتية الصفحة الثامنة سؤال كيف يمكن أن توزع الإلكترونات حسب رمز الويس جواب يكتب رمز العنصر وتوزع حوله نقاط لتعبر عن كل الإلكترون في الغلاف الخارجي للذرة صفحة التاسعة سؤال ما الجدول الدوري؟ وكيف يمكن أن تصنف العناصر تبعا للترتيب الإلكتروني في الجدول الدوري؟ جواب الجدول الدوري تترتب فيه العناصر بشكل أفقي تسمى الدورة وبشكل عمودي تسمى الزمرة فتوجد سبع دورات وثمانية زمر والشكل الآتي يوضح ذلك صفحة العاشرة الشكل الجدول الدوري يوضح الشكل والجدول الدوري للعناصر الكيميائية صفحة الحادي عشر أولاً يتكون من عناصر S وهي العناصر التي تقع في أقصى الجزء الأيسر في تصنيف العناصر حسب توزيعها في الجدول الدوري الجزء الأيسر من الجدول الدوري تنتهي توزيعها بمستوى طاقة S ولها زمرة الأولى والزمرة الثانية ثانياً عناصر B عناصر B وهي العناصر التي تقع في أقصى يمين الجدول الدوري تنتهي توزيعها بمستوى طاقة B ولها زمرة الثالثة والزمرة الرابعة والزمرة الخامسة والزمرة السادسة والزمرة السابعة والزمرة الثامنة زمرة الصفر بين قوسياً العناصر النبيلة ثالثا عناصر D وهي عناصر فلزية تقع في وسط الجدول الدوري تنتهي توزيعها بمستوى طاقة S و D وتسمى العناصر الانتقالية ولها عشر زمر رابعا عناصر F وهي عناصر تقع في أسفل الجدول الدوري تنتهي توزيعها بمستوى أف وتسمى العناصر الانتقالية الداخلية ولها أربعة عشر زمر سؤال كيف يمكن معرفة رقم الدورة والزمر أولا نكتب الترتيب الألكتروني للعنصر ثانيا يتم التعرف على رقم الدورة من خلال أعلى رقم لأن ثالثا يتم التعرف على رقم الزمراء من خلال عدد الألكترونات الموجودة في آخر غلاف العنصر رابعا إذا انتهى العنصر بأوريتال S و P بأوريتال S و P فتجمع عدد الألكترونات الموجودة في S و P صفحة 12 سؤال ما الخواص الدورية للعناصر أولا نصنف القطر وهو قياس نصف المسافة بين نواتي ذرتين متماثلتين ومتحدتين كيميائيا وقسمة المسافة على اثنين ونصف القطر هو نصف المسافة بين نواتي ذرتين متماثلتين ويقل نصف القطر في الدورة الواحدة كلما زاد العدد الذري ويزداد نصف القطر في الزمرة الواحدة نلاحظ أن جميع العناصر تقع في نفس الدورة وبذلك يكون ترتيبها حسب زيادة في نصف القطر من العناصر الذي له عدد ذري أقل يكون أكبر نصف قطر حجم ذري ثانيا طاقة التأيون وهي مقدار الطاقة اللازمة لانتزاع الكترون واحد من ذرة عنصر معين من مستوى الطاقة الخارجي متعادلة الشحنة في حالتها الغازية مثل ذرة الصونيوم وتزداد طاقة التأيون في الدورة الواحدة كلما زاد العدد الذري وتقل في الزمرة الواحدة والعناصر النبيلة تنتلق أعلى طاقة التأيون لأنها لا تفقد ألكتروناتها بسهولة ثالثا الألفة الألكترونية وهو مقدار الطاقة المتحررة عند اكتساب ذرة متعادلة كهربائية ألكترون واحد مثل الفلور وتزداد الألفة الألكترونية في الدورة الواحدة كلما زاد العدد الذري وتقل في الزمرة الواحدة وتعتبر العناصر النبيلة أقل العناصر الألفة الألكترونية رابعا الكهرة السلبية وهي قدرة الذرة على جذب الألكترونات التأصر نحوها في أي مركب كيميائي التأصر نحوها في أي مركب كيميائي وتزداد الكهرة السلبية في الدورة الواحدة كلما زاد العدد الذري وتقل في الزمرة الواحدة خامسا الخواص الفلزية واللافلزية كلما زاد العدد الذري في الدورة الواحدة تقل الخواص الفلزية وتزداد الخواص اللافلزية وفي الزمرة الواحدة كلما زاد العدد الذري تزداد الخواص الفلزية وتقل الخواص اللافلزية حلول أسئلة الفصل الأول سؤال اختر ما يناسب التعابير الآتية أولا الإلكترون الأكثر استقرارا بين الإلكترونات الآتية هو الإلكترون الموجود فيه جواب مستوى الطاقة الرئيسي الرابع ثانيا مستوى الطاقة الرئيسي الذي يحتوي على عدد أكثر من الإلكترونات من المستويات الآتية هو جيم جواب جيم مستوى الطاقة الرئيسي الثالث صفحة الثالثة عشر ثالثا مستوى الطاقة الرئيسي الثاني أن يساوي ثنيا يحتوي على أقصى عدد من الإلكترونات مقداره هو الجواب ثمانية الإلكترون أربع مستوى الطاقة الثانوي أف يحتوي على عدد من الأوربيتالات مقداره جواب سبعة أوربيتالات خامسا ترتيب الألكترون في مستوى الطاقة الثانوية يحتوي على 6 ألكترونات حسب قاعدة هونت ستة مستوى الطاقة الرئيسي الثالث يحتوي على عدد الأوربيتالات مقداره بي سوى 9 أوربيتال سبعة ذرة عنصر تترتب الألكترونات حسب تدرج مستويات الطاقة الثانوية 2P فالعدد ذري العنصر مقداره جواب سبعة في الجدول الدوري عناصر بلو دي تقع في وسط جواب جيم وسط الجدول الدوري عشرة في الجدول الدوري العناصر التي تتجمع يمين الجدول الدوري هي عناصر بلوك P ثلاثة عشر ينسب اكتشاف نواة العنصر العالم ريذر فورت جواب ريذر فورت خامسة عشر خمسة عشر الطاقة اللازمة لنزع الالكترون من ذرة معينة تسمى جواب P طاقة التأيون ستة عشر ذرة عنصر ينتهي ترتيبها الالكتروني بالمستوى P2 يقع في الزمرة والدورة جواب الف الزمرة السابعة الدورة الثانية ثمانية عشر العنصر الذي له أعلى كهرة سلبية من جميع العناصر الآتية جواب هو الف الف لور تاسعة عشر العناصر ضمن الدورة الواحدة يزداد نصف قطرها جواب الف كلما قل العدد الذري صفحة عشر اكتب بإيجاز أولا سؤال اكتب بإيجاز عما يأتي اولا طاقة التأيون وهو مقدار الطاقة اللازمة لانتزاع الالكترون من ذرة عنصر معين متعادلة الشحنة في حالتها الغازية ثانيا عدم التنافر الالكتروني ان الالكترون يدور حول محوره فعند ازدواج الالكترونين في اوربيتال واحد فان احد الالكترونات تدور باتجاه عقرب الساعة والاخر عكس عقرب الساعة بما يضعف التنافر الكهربائي ويتجاذبان مغناطسيا ثالثا نموذج تومسون للذرة نموذج تومسون للذرة هو عبارة عن كرة موجبة الشحنة موجبة الشحنة تلتصق بها الالكترونات السالبة والتي تعادلها بالشحنة فالذرة المتعادلة الشحنة رابعا مستويات الطاقة الثانوية وهي مثل مستوى S و P و D و F وتمتل بالالكترونات فمثلا مستوى S يمثل ب T و E و مستوى كذلك خامسا السلبية الكهربائية هي قدرة الذرة على جذب الالكترونات التكافؤ نحوها في اي مركب كيميائي خمسة عشر سؤال الثامن ما الدورة والزمرة التي يقع فيها الصوديون والأوركون يقع الصوديون في الدورة الثالثة والزمرة الأولى يقع الأوركون في الدورة الثالثة والزمرة الثامنة صفحة ستة عشر سؤال العشر اي العناصر تسمى غازات نبيلة في الجدول الدوري وما اهم خاصية تتميز بها هذه العناصر الغازات النبيلة جواب هي عناصر الزمرة الثامنة أو زمرة الصفر وتكون ممتلئة بالألكترونات في غلافها الثانوي الخارجي أما خاصية إنها تشترك في التفاعلات الكيميائية لأنها مشبعة ومستقرة ولها أعلى طاقة التأيين لأنها لا تفقد الكتروناتها بسهولة ولها أقل ألفة الكترونية لأن من الصعب إضافة الكترونات لها سؤال الحادي عشر كيف تم ترتيب وتوزيع بلوكات العناصر في الجدول الدوري وبين موقعها تم جواب تم توزيع بلوكات في الجدول الدوري حسب التوزيع الألكتروني لكل عنصر تجمعات عناصر S تقع في أقصى يسار الجدول الدوري وتجمعات عناصر P تقع في أقصى يمين الجدول الدوري وتجمعات عناصر D تقع في وسط الجدول الدوري وتجمعات عناصر F تقع في أسفل الجدول الدوري سفحة سبعة عشر سؤال الرابع عشر كيف تتدرج الخواص الفلزية واللافلزية في الدورة الثانية والزمرة الخامسة الدورة الثانية جواب الدورة الثانية كلما زاد العدد الذري في الدورة الواحدة قلت الخواص الفلزية وزادت الخواص اللافلزية ففي بداية الدورة تكون خواص فلزية ثم أشباه فلزات ثم تزداد الخواص اللافلزية وصولا إلى نهاية الجدول الدوري هي العناصر النبيلة الزمرة الخامسة كلما ازداد العدد الذري تزداد الخواص الفلزية وقلة الخواص اللافلزية ففي بداية الزمرة تكون خواص اللافلزية ثم تبدأ تقل الخواص اللافلزية وتظهر الخواص الفلزية في نهاية الزمرة الدورة الثانية عنصر الليثيوم والبريليوم فلزات عنصرين البرون والكوربان أشباه فلزات عناصر النيتروجين والأكسجين والفلور لا فلزات الزمرة الخامسة عنصر النوتروجين لا فلز عناصر الفسفور والزرنيخ والإنتيمون أشباه فلزات عنصر البزموث فلز صفحة الثمانية عشر الكيمياء الفصل الثاني موضوع الزمرة الأولى والثانية تسعة عشر الفصل الثاني الزمرة الأولى والثانية سؤال ماذا تحتوي عناصر الزمرة الأولى والزمرة الثانية وما تسميتها؟ جواب الزمرة الأولى تسمى زمرة الفلزات القلوية مثل ليثيوم، صوديوم، باتسيوم، 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 ريبيديوم، سترونيوم، وفرانسيوم الزمرة الثانية تسمى زمرة الفلزات الأتربة القلوية مثل بريليوم، وميغنيسيوم، والكالسيوم، والسترونيوم، باريوم، راديوم سؤال ما الصفات العامة لعناصر الزمرة الأولى والزمرة الثانية؟ جواب أولاً عناصر هاتين الزمرتين ذات كهرة سلبية واطئة وطاقة تأيون عالية قوسياً ميل الذر على جذب الإلكترون نحوها ثانياً لجميع عناصر الزمرتين غلاف خارجي يحتوي على إلكترون واحد أو إلكترونين ثالثاً لا توجد عناصر الزمرتين حرة في الطبيعة لشدة فعاليتها سؤال ما الاختلاف بين عناصر الزمرة الأولى والزمرة الثانية؟ جواب عناصر الزمرة الثانية أقل فلزية وأقل إيجابية كهربائية من عناصر الزمرة الأولى وكذلك جهة تأيون عناصر الزمرة الثانية أهلا من جهة تأيون عناصر الزمرة الأولى لاحتواء الغلاف الخارجي على الكترونين فقط في الزمرة الثانية سؤال ما الخواص الفيزيائية لعناصر الزمرة الأولى والزمرة الثانية جواب أولا لعناصر الزمرة درجات انصهار وغليان تقل حسب تزداد الأعداد الذرية ثانية مركبات هذه الفيزات تلون له بالمصباح بنزن بألوان مميزة ثالثا كثافة العناصر غير منتظمة الزيادة أو النقصان مع الزياد أعدادها الذرية وكثافة العناصر الثلاثة الأولى مثل الليثيوم والكاليثيوم أقل من كثافة الماء بدرجة 25 سؤال ما الخواص الكيميائية لعناصر الزمرة الأولى والزمرة الثانية جواب أولا لعناصر الزمرتين ألكترون أو الكترونين في الغلاف الخارجي تستطيع التفاعل الكيميائي وتكوين أيونات للزمرة الأولى والزمرة الثانية ثانيا تتحدث الزمرتين مع اللافل الزات لتكوين أملاح مستقرة كثيرة الذوبان بالماء عدد الليثيوم لأنه تحمل صفة تساهمية ثالثا تسلك هذه العناصر سلوك عوامل مختزلة قوية التي لها ميل لفقدان ألكترونات التآصر الخارجية بسهولة سؤال لماذا سميت عناصر الزمرة الأولى بعناصر الفلزات القلوية والزمرة الثانية بعناصر فلزات الأتربة القلوية جواب الزمرة الأولى سميت بالفلزات القلوية لأن محاليلها عالية القاعدية والزمرة الثانية سميت بفلزات الأتربة القلوية لأن أكاسيدها عرفت بالأتربة القلوية صفحة 20 سؤال من عناصر الزمرة الأولى هو الصوديوم؟ جواب رمزه الكيميائي عدده الذري دعش عدده الكتلي ثلاثة وعشرون ترتيبه الألكتروني سؤال أين يوجد عنصر الصوديوم؟ جواب لا يوجد الصوديوم حرف الطبيعة لشدة فعاليته ولكن يوجد متحدا مكون المركبات مثل كلوريد الصوديوم وكبريتات الصوديوم وسيليكات الصوديوم سؤال ما خواص الصوديوم؟ ألف الخواص الفيزيائية أولا في لزلي له بريق فضي ثانيا كثافته أقل من كثافة الماء ثالثا ينصهر بدرجة بدرجة 97 ويغلي بدرجة 892 فارزة 9 سليزي باء الخواص الكيميائية للصوديوم أولا يتحد الصوديوم مع الهواء الجوي فنلاحظ قطعة الصوديوم المعرضة للهواء الرطب يزول بريقها وتكتسي طبق بيضاء ثانيا يتحد الصوديوم مع غاز الكلور كما في المعادلة ثالثا يتحد الصوديوم مع الماء مكون هيدروكسيد الصوديوم وغاز الهودرويجين رابعا يتحد الصوديوم مع الحوامض المخففة مثل حامض الهيدروكلوريك كما في المعادلة ثالثا يتحد الصوديوم مع الاكاسيد والكلوريدات كما في اكسيد المغنيسيوم او كلوريد الالمينيوم سؤال لماذا استخدم الصوديوم في عمليات التعدين جواب لانه يساعد على التخلص من اكسجين الهواء المتحد مع الفلزات او الذائب في منصهراتها صفحة 21 سؤال ما استعمالات الصوديوم جواب اولا يستعمل كعامل مختزل قوي في التفاعلات العضوية لشدة وسرعة تأكسده ثانيا يستعمل في انتاج ساينيد الصوديوم الذي يستخدم لتنقية الذهب سؤال اكتشف عن عنصر الصوديوم في المركبات سؤال اكشف عن عنصر الصوديوم في المركبات جواب يتم الكشف عن طريق اللهب الكشف الجاف يتلون بلون اصفر ذهبي سؤال ما هي مركبات الصوديوم الطبيعية؟ جواب اولا على شكل صخور ملحية كلوريد الصوديوم ثانيا على شكل كوربونات الصوديوم ثالثا على شكل الصلصال الطين النقي والرمل سؤال كيف يتم استخراج كلوريد الصوديوم من ترسبات الارض؟ عن طريق طريقتين اولا من تحت سطح الارض يحفر ابار يضخ اليها الماء ويسحب المحلود بواسطة مضخات ماصة ويتبخر الماء ونحصل على بلورات الملح ثم ينقى ثانيا من مياه البحر فتضخ المياه الى احواض واسحة ويبخر الماء بحرارة الشمس ونحصل على بلورات الملح وهذه الطريقة تستعمل في جنوب العراق ملاحات الفاو سؤال هل طرق استخراج الملح نقية ام لا؟ جواب لا تكون نقية ويتبع طرق خاصة بعد الحصول على الملح لتفتيته من الشوائب سؤال ما اهمية كلوريد الصوديوم الصناعية؟ اولا ضروري للانسان كغذاء يومي ثانيا يستعمل كلوريد الصوديوم لتحضير صود الغسيل المستعملة في صناعة الورق والزجاج وخميرة الخبز ثالثا يستعمل في تحضير هيدروكسيد الصوديوم المستعمل في صناعة الصابون والورق وتصفية النفط الخام رابعا يستعمل كمادة حافظة للاغذية مثل اللحوم والاسمات لانه يقتل البكتيريا المسببة للعفن خامسا يستعمل في دباغة الجلود وصناعة الثلج وتثبيت الاصباغ على الاقمشة سؤال ما خواص كلوريد الصوديوم؟ وضح ذلك من خلال التجارب العلمية اولا كلوريد الصوديوم النقي مادة لا تمتصل ما من الجو على عكس كلوريد الصوديوم العادي ونلاحظ ذلك من خلال التجربة الاتية نضع كمية مناسبة في زجاج ساعة كلوريد الصوديوم النقي ونفس الكمية في زجاجه ساعة اخرى كلوريد الصوديوم لصوديوم العادي ونترك الزجاجتان لمدة يوم او يومين نلاحظ الملح العادي يمتص الرطوبة من الجو ويحتوي على الشوائب من كلوريد الكاليسيوم او كلوريد المغنيسيوم والملح النقي لا يمتص الرطوبة من الجو لانه نقي ولا يحتوي على اي شوائب فملح الطعام مادة متميئة سؤال ما خواص هيدروكسيد الصوديوم؟ اولا مادة صالبة تتميئ بالهواء الرطوب ثانيا يتفاعل هيدروكسيد الصوديوم مع رطوبة الجو وغاز تناي اوكسيد الكوربان لتكوين ماء وكوربونات الصوديوم كما في المعادلات صفحة 22 ثالثا كوربونات الصوديوم لا تذوب بمحلول هيدروكسيد الصوديوم رابعا هيدروكسيد الصوديوم كثير ذوبان بالماء سؤال ما استعمال هيدروكسيد الصوديوم؟ اولا في صناعة الصابون مساحيق الغسيل والموظفات ثانيا في صناعة الانسجة والورق ثالثا كمادة اولية يستعمل في تحضير المركبات الصناعية من عناصر الزمرة الثانية هو عنصر الكاليسيوم رمزه الكيميائي سي اي عدده الذري 20 عدده الكتلي 40 سؤال اين يوجد عنصر الكاليسيوم؟ جواب لا يوجد عنصر الكاليسيوم بصورة حرة في الطبيعة لشدة فعاليته ولكن يوجد متحد على شكل كوربونات مثل المرمر وحجر الكلس وعلى شكل كبريتات مثل الجبس او الشكل او على شكل فوسفات مثل فوسفات الكاليسيوم او على شكل سيليكات سؤال ما هي مركبات الكاليسيوم؟ اذكرها مع ذكر صيغتها الكيميائية جواب اولا هيدروكسيد الكاليسيوم ثانيا كبريتات الكاليسيوم سؤال ما استعمالات كل مما يأتي الف هيدروكسيد الكاليسيوم يستعمل في كشف عن غاز ثاني اوكسيد الكبريت با كبريتات الكاليسيوم يستعمل في التجبير وفي صناعة التماثيل والبناء سؤال كيف يمكن الحصول على الف هيدروكسيد الكاليسيوم با جبس باريس الف يمكن الحصول على هيدروكسيد الكاليسيوم من خلال تفاعل اوكسيد الكاليسيوم مع الماء بعملية تعرف بإطفاء الجير ولذلك نحصل على هيدروكسيد الكاليسيوم الذي يسمى بماء الكلس يمكن الحصول على عجينة باريس من خلال فقدان كبريتات الكاليسيوم المائية لماء تبلورها سؤال كيف يتم أو يمكن الكشف عن غازي الثنائي أوكسيد الكوربون بمعادلة موزونة صفحة 24 الكيمياء الفصل الثالث الزمرة الثالثة صفحة 25 الفصل الثالث الزمرة الثالثة وتشمل هذه الزمرة البرون P والألمنيوم والقاليوم والإنديوم والتاليوم سؤال ما الصفات العامة للزمرة أولا يحتوي الغلاف الأخير على ثلاث ألكترونات ثانيا مجموعة ألكترونات في الغلاف الأخير يمثل رقم الدورة سؤال ما الخواص العامة لعناصر الزمرة الثالثة جواب أولا عناصر الزمرة الثالثة فلزات ما عدا البورون فهو شبه فلز ثانيا طاقة تأيون عناصر هذه الزمرة أقل من طاقة تأيون عناصر الزمرة الثانية بسبب احتواء الغلاف الثانوي P على ألكترون واحد في الزمرة الثالثة والغلاف الثانوي S يحتوي على ألكترونين في الزمرة الثانية ثالثا حالة التأكسد في هذه الزمرة موجب ثلاثة مكونة أواصر تساهمية وكلما اتجهنا إلى أسفل الزمرة تتكون أواصر مستقطبة بسبب كبر حجم العناصر وزيادة عددها الضري رابعا عناصر هذه الزمرة لها صفات قاعدية فالمحالي الألمائية لأكاسيد البورون خامضية وأكاسيد الألمنيون وأكاسيد الكرانيوم والإنديوم والثانيوم قاعدية خامسا يزداد نصف قطر عناصر الزمرة بزيادة العدد الذري كلما اتجهنا من الأعلى إلى الأسفل ومن بعض عناصر الزمرة الثالثة هو الألمنيوم رمزه الكيميائي A-L عدده الذري 13 عدده الكتلي 27 ترتيبه الألكتروني سؤال لبعضها فلز الألمنيوم يقي نفسه من التآكل جواب لأنه عند تعرضه للهواء الجوي سوف يكتسي بطبقة رقيقة من أكسيده شديد الارتساق بسطح الألمنيوم فتمنع التآكل سؤال ما همية واستعمالات الألمنيوم أولا يستعمل في صناعة الأسلاك الكهربائية لأن الألمنيوم موصل جيد للكهربائية ثانيا يستعمل في الأدوات المنزلية ثالثا يستعمل في عمل المرايا المستخدمة في الأغراض العلمية والتلسكوبية رابعا سبائك الألمنيوم تستعمل في هياكل الطائرات والقطارات لأنها خفيفة الوزن صفحة 26 خامس سنة يستعمل في قناني حفظ السوائل التي لها درجة حرارة منخفضة مثل السوائل الأكسجين والليتروجين والأوروكون سؤال لماذا تصنع قناني حفظ السوائل من الألمنيوم جواب إن قوة الألمنيوم تزداد كلما انخفضت درجة حرارته عن الصفر السليزي السليزي وبذلك تصنع الألمنيوم سؤال أين يوجد الألمنيوم جواب لا يوجد عنصر الألمنيوم حرف الطبيعة لأنه فعال وإنما يوجد متحد فيشكل ثمانية من مئة من صخور القشرة الأرضية والطين ويكون على شكل سليكات معقدة سؤال ما خامات الألمنيوم جواب الخامات هي البوكسايت والكيروليان سؤال كيف يتم استخلاص الألمنيوم جواب يتم الاستخلاص بطريقة التحليل الكهربائي طريقة هول حيث ينقي خام البوكسايت من الشوائب وذلك تحصل على الأليومونيا وتصل درجة حرارته أكثر وعند أمرار التيار الكهربائي يتجمع الألمنيوم بشكل مصهر ويسحب من أسفر الخلية الكهربائية سؤال ما الخواص الفلزية الفيزيائية للألمنيوم أولا فلز ثانيا له مظهر فضي ثالثا جيد التوصيل للحرارة رابعا جيد التوصيل للكهربائية سؤال ما الخواص الكيميائية للألمنيوم أولا تأثير الأكسجين في الألمنيوم ثانيا يحترق الألمنيوم بلهب ساطع ثالثا يسلك عامل مختزل رابعا يتفاعل مع الحوامض والقواعد السلوك الأنفو تيري سؤال ما هو تفاعل الثريميت وما فائدته جواب هو تفاعل يتم من خلال وضع مسحوق الألمنيوم وأكسيد الحديد الثلاثي في جفنة تحتوي على رمل ويوضع فيها شريط من المغريسيوم المشتعل ويبتعد عنها مسافة ثلاثة متر نلاحظ طولة حرارة ولهب ساطع وشرر ويتم انتاج منصهر الحديد الثلاثي وأكسيد الألمنيوم وبذلك سلك الألمنيوم كعامل مختزل كما في المعادلة فائدة التفاعل يستعمل في لحيم الأجهزة الحديدية وقطبان السكك الحديدية وكذلك يستعمل في استخلاص بعض الفلزات من خاماتها لأنه يصدق عامل مختزل سؤال لا يستمر تفاعل الألمنيوم مع حامض النتريك المخفف والمركز جواب لأن تكون طبقة من أكسيد الألمنيوم توزل الحامض عن الألمنيوم وبذلك يتوقف التفاعل ويستفاد من هذه الخاصية بحفظ حامض النتريك ونقله بأدوات من الألمنيوم سؤال وضح بمعادلات كيميائية موزينة هذه هنا توجد معادلات صفحة 27 سؤال ما سبائك الألمنيوم واستعمالاتها سبيكة الألف سبيكة الجرو لومين تكون نسبة الألمنيوم أكثر من نسبة النحاس فيها وتستعمل في بعض من أجزاء الطائرات لأنها خفيفة الوزن وصليبة ثانية سبيكة برونز الألمنيوم تكون نسبة النحاس أكثر من نسبة الألمنيوم وتستعمل في صناعة أدوات الزينة لأنها تقاوم التآكل وتغيير لون الشبكة سؤال ما مركبات الألمنيوم وكيف يمكن أن تحضر ووضح ذلك بمعادلات كيميائية موزونة أولا هيدروكسيد الألمنيوم يحضر من تفاعل هيدروكسيد الصوديوم مع كبريتات الألمنيوم مادة تذوب بالماء ثانيا أكسيد الألمنيوم تحضين من التسخين لهيدروكسيد الألمنيوم يستعمل أكسيد الألمنيوم في سقن المعادن وتلميعها لأنه شديد الصلادة ثالثا الشب يحضر من مزج كبريتات الألمنيوم مع كبريتات البوتسيوم أما الأملاح المزدوجة فهي تتكون من محل أيونين موجبين مختلفين وكذلك نلاحظ أن الشب يحرر الأيونات الكبريتات وآيون البوتسيوم وآيون الألمنيوم سؤال ما استعمالات الشب أولا يستعمل في تعقيم الجروح الخفيفة ثانيا يساعد في تخثر الدم بسهولة ثالثا يستعمل في تثبيت الأصباغ على الأقمشة رابعا يستعمل في تصفية مياه الشرب سؤال اكتشف سؤال اكشف عن أيون الألمنيوم في مركباته جواب يتم الكشف عن أيون الألمنيوم بإضافة هيدروكسيد السوديوم ويتكون راسب أبيض كما في المعادلة صفحة 28 حلول أسئلة الفصل الثالث السؤال الأول هاي تطبيق حل حدد العنصة ديليان تنتمي للزمرة الثالثة هذا غير مطلوب سؤال الثاني اختبئ من قوسين ما يكمل المعنى العلمي في العبارات الآتية أولا الكاليوم عنصر ينتمي للزمرة جواب الثالثة ثانيا يكون عنصر الألمنيوم في عملية الثرميت عامل جواب مختزل ثالثا سبيكة لبرونز الألمنيوم تتكون بنسبة جواب قليلة سؤال الثالث اكمل عبارات الآتية بما تراه مناسبة لإتمام المعنى الأجوبة رأسا حاليها أولا واحد فراغ الهيدروجين وملح الألمنيوم لأنه فراغ يسلوكسلوك أمفوتيري ثانيا يكتسى بطبقة رقيقة جدا من أكسيد شديد الاتساق بسطح الفلز ثالثا فراغ الماء وأكسيد الألمنيوم رابعا ملح يمكون من عنصري البوتسيوم والألمنيوم يدعى شب فراغ جواب الشب خمسة عنصر الألمنيوم يتفاعل مع الحوامض والقواعد ويدعى هذا السلوك بفراغ جواب الأمفوتيري سؤال الرابع كيف يستخلص الألمنيوم مع رسم الجهاز والتأثيري كامل على الزاء جوابها موجود في الملزمة سؤال الخامس اختر من القائمة باما يناسب كل من العبارة في القائمة ألف أولا عنصر ذو سلوك أمفوتيري جوابها هو الألمنيوم ثانيا التفاعل يسلك فيه الألمنيوم عاملا مختزلا ويحرر طاقة حرارية عالية تذيب الحديد الجواب الثريميت سؤال ملح ومزدوج من كبريتات البوتسيوم والألمنيوم هو الشب جواب الشب صفحة 29 الكبياء الفصل الرابع المحاليل والتعبير عن التركيز صفحة 29 الكبياء الفصل الرابع المحاليل والتعبير عن التركيز صفحة 30 الفصل الرابع المحاليل والتعبير عن التركيز سؤال ما هو المحلول ومما يتكون جواب المحلول هو خليط متجانس من مادتين أو أكثر بشرط أن لا يحدث تفاعل كيميائي بينهما ويتكون المحلول من مادة الأقل بين قوسين المذاب والمادة الأكثر هي المذيب سؤال ما أنواع المحاليل والضحة مع ذكر الأمثلة لكل نوع أولا محاليل السوائل ثانيا محاليل الصليبة ثالثا محاليل الغازية أولا محاليل السوائل تشمل إذابة الصلب في السائل كما في ملح الطعام في الماء مكون محلول ملحي وإذابة غاز في سائل كما في كلوريد الهيدروجين في الماء مكون محلول حامض الهيدروكلوريك وإذابة السائل في سائل كما في الكحول في الماء ثانيا المحاليل الصليبة تشمل إذابة الصلب كما في السبائك المختلفة وأهم قطع النقود المعدنية ثالثا المحاليل الغازية وتشمل إذابة غاز في غاز كما في الهواء الجوي سؤال لماذا تختلف المحاليل في تسميتها؟ جواب بسبب كمية المذاب وكمية المذيب وطميعة عملية الذوبان سؤال ما الفرق بين المحلول المشبع والغير المشبع والفوق المشبع؟ جواب إن المحلول المشبع هو المحلول الذي يحتوي على أكبر قدر من المذاب والمذيب لا يستطيع أن يذيب في أي زيادة من المذاب عند درجة حرارة معينة وضغط معين والمحلول فوق المشبع هو المحلول الذي تفوق كمية المذاب ما قد يمكن للمذيب من إذابته في الظروف الاعتيادية فتلفظ الكمية الزائدة على شكل راسب والمحلول الغير مشبع هو المحلول الذي يحتوي على كمية المذاب أقل من الكمية اللازمة للتشبع عند درجة حرارة وضغط معينين سؤال ما المحلول الإكتروليتي هو المحلول الذي تتأين فيه جزيئات المذاب المذاب الإلكتروليتي القوي هو تأين جزيئات المذاب بدرجة كاملة في المحلول كما في حامض النتريك صفحة 31 أو تأين حامض الخليك بدرجة ضعيفة كما في المعادلة سؤال ما العوامل المؤثرة في قابلية الذوبان؟ أولا طبيعة المذاب والمذيب فلو أذبنا كمية من ملح الطعام في كعس ماء نلاحظ ذوبان الملح لكن بوطء وتتزداد بسرعة الذوبان كلما زاد التحريك للمحلول الملحي لأن عملية التحريك تؤدي إلى سرعة ذوبان السطح المعرض للذوبان ونلاحظ أيضا أن ذوبان مسحوق السكر بالماء يكون أفضل وأسرع ذوبان من حبيبات السكر لأن السطح المسحوق المعرض للإصطدام بجزيئات الماء أكبر من سطح الحبيبات ثانيا تأثير درجة الحرارة نلاحظ ذوبان السكر بالماء الحار أفضل من ذوبان في الماء البارد أفضل من ذوبانه في الماء البارد لأن الطاقة الحركية لجزيئات الماء تزداد عند حرارة المرتفعة فيؤدي إلى زيادة احتمالات قوة التصادم لجزيئات الماء بسطح بلورات السكر ثالثة تأثير الضغط تزداد قابلية ذوبان المواد الغازية كما زاد الضغط الجزئي للغاز فوق المحلول وما نلاحظ عند رجوة فتح قنينة مشروب غازي نلاحظ فوران المحلول بسرعة بسبب خروج الغاز الذائف في المحلول وبسبب قلة في الضغط أيضا سؤال ما الفرق بين المحلول المخفف والمحلول المركز جواب المحلول المخفف هو المحلول الذي يحتوي على كمية قليلة نسبيا من المذاب أما المحلول المركز فهو المحلول الذي يحتوي على كمية كبيرة من المذاب سؤال هل يمكن أن تحول المحلول المركز إلى محلول مخفف وبالعكس جواب نعم عن طريق إضافة كمية مناسبة من المذيب يتحول إلى مخفف وإضافة كمية مناسبة من المذاب يتحول إلى مركز وهذه توجد بعض القوانين مهمة للتعبير عن التراكيز صفحة 32 صفحة هي كلها عن الأمثلة غير مطلوبة بالنسبة للمستمع ومسائل غير مطلوبة للمستمع وكذلك صفحة 33 مسائل وأمثلة غير مطلوبة للمستمع 34 حلول أسئلة الفصل الرابع سؤال الأول بين بإيجاز ما يأتي المحلول جواب هو خليط متجانس من مادتين أو أكثر وأن لا يحدث تفاعل كيميائي ثانيا المحلول المشبع هو المحلول الذي يحتوي على أكبر قدر من المذاب فالمذيب لا يستطيع أن يذيب المذاب ثالثا قابلية الذوبان هي كمية المادة المذابة في محلول مشبع بدرجة حرارة 25 4 المحلول الإكتروليتي هو تأيون جزيئات المذاب بدرجة كاملة في المحلول أو تأيون جزيئات المذاب في المحلول 5 المحلول المركز هو المحلول الذي يحتوي على كمية كبيرة من المذاب 6 النسبة المآوية الكتلية هو عدد وحدات الكتلة من المادة المذابة في مية وحدة كتلية من المحلول 7 النسبة السنوية الحجمية هو حجم مكونات المحلول إلى الحجم الكلي مضروف في مية سؤال الثاني اختر ما يناسب التعابير في الآتية أولا محلول صلفي صلب مثل جواب با قطعة نقدية ثانيا المذاب الإلكتروليتي الضعيف هو جواب با المذاب الذي يتأين بدرجة غير كاملة في المذيب ثالثا السكر المذاب في قدح الماء الساخن يذوب بصورة أسرع من الماء البارد بسبب جواب با طاقة حركة جزيئات الماء تزداد عند درجة الحرارة المرتفعة 4 يمكن تحول المحلول المركز إلى مخفف وذلك عن طريق جواب بإضافة الماء إلى المحلول صفحة 35 سؤال الثالث ما الفرق بينه ألف محلول مخفف ومحلول مركز جواب المحلول المخفف هو المحلول الذي يحتوي على كمية قليلة من المذاب والمحلول المركز هو المحلول الذي يحتوي على كمية كبيرة من المذاب با مذاب الكتروليتي ضعيف ومذاب الكتروليتي قوي جواب المذاب الكتروليتي ضعيف هو تأيّن بدرجة غير كاملة وأحيانا بدرجة بسيطة جدا كما في حامض الخليك أما المذاب الكتروليتي قوي هو تأيّن بدرجة كاملة كما في حامض النتريك جيم محلول فوق المشبع ومحلول غير مشبع الفرق بين محلول فوق المشبع ومحلول غير مشبع جواب المحلول فوق المشبع هو عندما تفوق كمية المذاب ما قد يمكن من إذابته في الظروف الاعتيادية فتلفظ الكمية الزائدة من المذاب على شكل راسب معطية محلول أما المحلول غير مشبع هو المحلول الذي يحتوي على كمية المذاب أقل من كمية اللازمة للتشبع عند درجة حرارة وضغط معينين هذه السؤال الرابع مع العوامل المؤثر في قابلية الذوابان جواب موجود في الملزمة سؤال الرابع عن مسألة غير مطلوبة بالنسبة للمستبع وكذلك السؤال السادس غير مطلوب مسألة للمستمع غير مطلوبة 36 أيضاً أسئلة عن مسائل وتطبيق غير مطلوبة لمستمع 37 أيضاً وصفحة 38 أيضاً غير مطلوبة لمستمع مسائل وتطبيق 39 أيضاً مسائل وقوانين وأنثلة غير مطلوبة للمستمع كذلك صفحة 40 صفحة 41 الكيمياء الفصل الخامس موضوع الزمرة الرابعة إعداد وترتيب الاستاذ جمالي الأسدي المدرس الأقدم الأول رئيس قسم الكيمياء والاستاذ هفان البياتي ثانوية المتميزين صفحة 42 الفصل الخامس الزمرة الرابعة وتشمل هذه الزمرة الكوربون والسيليكون والجيرمانيوم والقصطير والرصاص سؤال ما الخواص الفيزيائية لعناصر الزمرة الرابعة أولاً تتدرج من الخواص اللافلزية إلى الفلزية كلما اتجهنا من الأعلى إلى أسفل الزمرة ثنياً الكوربون لافلز والسيليكون والجيرمانيوم أشبه في الزات والقصطير والرصاص في الزات ثلاثة تقول درجة غليان وانصهار في العناصر كلما اتجهنا من أعلى الزمرة إلى أسفلها سؤال ما الخواص الكيميائية لعناصر الزمرة الرابعة واحد يحتوي غلافها الأخير أربع الكترونات وبذلك تكون عناصر هذه الزمرة أواصر تساهمية لإشباع غلافها الخارجي فتكون رباعية التكافؤ كما في الكوربون والسيليكون اثنين الجيرمانيوم والقصدير والرصاص تكون مركبات تساهمية وأيونية معاً ثلاثة عناصر هذه الزمرة تكون لها فعالية ضعيفة ومن بعض عناصر الزمرة الرابعة السيليكون رمزه الكيميائي SI عدد الذري 14 عدده الكتلي 28 سؤال أين يوجد السيليكون؟ أولاً يوجد بنسبة 28% من القشرة الأرضية اثنياً يوجد متحد مع الأكسجين بالتربة وفي ترسبات الأرض ثلاثة لا يوجد السيليكون حر في الطبيعة أربعة كما يوجد في الكوارتز والرمول ثلاثة صفحة 43 سؤال ما صور السيليكون؟ أولاً متبلور لونه مني غامق أقل فعالية اثنياً غير متبلور لونه رصاصي غامق أكثر فعالية سؤال حذر مختبرياً مع كتابة المعادلة الكيميائية الموزونة عنصر السيليكون؟ جواب يحذر السيليكون مختبرياً من تسخير رباع فلوريد السيليكون مع البوتاسيوم وبذلك نحصى على السيليكون الغير متبلور كما في المعادلة وتحضير السيليكون المتبلور مختبرياً من إذابة السيليكون في الألمنيوم ويبرد المحلول وبذلك نحصى على السيليكون المتبلور ويعتبر العالم برزيلوس أول من حذر السيليكون سؤال حذر صناعياً مع كتابة المعادلة الكيميائية الموزونة عنصر السيليكون؟ جواب يحذر السيليكون صناعياً من اختزال الرمل السيليكا بدرجة حرارة عالية وبوجود الكوربون أو المغنيسيوم كعامل مختزل كما في المعادلة نسبة السيليكون السيليكون الصناعي الموجودة 90% إلى 95% سؤال ما فائدة السيليكون الصناعي المحضر صناعياً؟ جواب يستفاد منه في صناع السبائق البرونز والحديد أي الحديد الفولاذ وفي تحضير السيليكات سؤال كيف يتم الحصول على السيليكون النقي؟ جواب يتم من خلال طريقة منطقة التكرير يوضع السيليكون في قالب استواني ويسخن من إحدى نهاياته فتكون طبقة خفيفة فتكون طبقة خفيفة من السيليكون المنصهر ويسحب المنظر الحراري للخلف تدريجياً سيتحرك المنصهر للخلف ويسحب بذلك الشوائب معه ويمكن قطعها والتخلص منها أما النهاية الأمامية تكون نقية جداً سؤال كيف يتم الحصول على السيليكون عالي النقاوة؟ جواب من خلال تحويل السيليكون إلى رضاع كلوريد السيليكون كما في المعادلة ويختزل السيليكون بإضافة الماغنيسيون كما في المعادلة سؤال ما الخواص الفيزيائي للسيليكون؟ أولاً شبه فلز اثنين صلب جداً ثلاثة درجة انصرهاره 1410 سيليزي خمسة يستعمل في الحسابات الإلكترونية لأنه شبه موصل للتيار الكهربائي وكذلك في دوائر الكهربائية التي تحول ضوء الشمس إلى تيار كهربائي سؤال ما الخواص الكيميائية للسيليكون؟ أولاً غير فعال مع الحوامض اثنين يذوب في القواعد صفحة 44 ثلاثة يتفاعل مع الكلور أربعة لا يتأثر السيليكون بالهواء بدرجات الحرارة الاعتيادية ولكنه يتفاعل بدرجة حرارة 950 سيليزي سؤال ما استعمالات السيليكون؟ جواب أولاً في صناعة الإلكترونية لصناعة الدوائر المتكاملة في الخلايا الشمسية اثنين في السبائق ثلاثة في صناعة الزجاج والسيراميك والسمنت أربعة في صناعة المواد السيليكونية العضوية ذات الأهمية التجارية ومنها الزيوت والبلاستيك سؤال اذكر ووضح مركبات السيليكون أولاً هيدرا هيدرا ذات السيليكون وتحذر من تفاعل هامض الهيدروكلوريك مع سيليسيت الماغنيسيوم اثنين هيدريد السيليكون يشتعل بالهواء الجوي با السيليكا وتكون أما السيليكا نقية مثل حجر الصوان والكوارتز وتكون شديدة الصلادة فتستعمل في قطع الزجاج وسيليكا الغير النقية مثل الرمض والطين من خواص السيليكا أولاً غير فعال تفاعل السيليكا مع الحوامض مثل حامض الهيدروفلوريك أو هيدروكسيد الصوديوم والقواعد ثلاثة تتفاعل السيليكا مع الكوربونات أو الأكاسيد بالحرارة لتكوين السيليكات أربعة يتحلل كلوريد السيليكون إلى السيليكا المائية وتجفف مكونة جل السيليكا التي لها القابلية على امتصاص الماء جيم السيليكات تكون مع الأكسيدين حوالي 74 من 100 من القشرة الأرضية والسيليكات تكون في سيليكات الكاليسيوم أو سيليكات الصوديوم والأخيرة هي أكثر استعمالاً لأنها لها القابلية على الذوبان بالماء مكونة ماء الزجاج وتحذر سيليكات الصوديوم والكاليسيوم كذلك كما في المعادلات صفحة 45 سؤال ما فائدة ماء الزجاج أولاً في حماية الأقمشة والورق من الحرائق ثانياً مادة لاصقة ثالثاً يستعمل كل بناء لتقوية السمنت دال كاربيد السيليكون وهو يرتبط الكوربون بالسيليكون بأربع عواصل تساهمية كما في الشكل المقابل وبذلك يصبح السيليكون صالد جداً فيستخدم في حجر الكوسرة ها السيليكونات وهي مركبات السيليكون العضوية حيث ترتبط ذرات السيليكون وأكسجين فيرتبط الكوربون بالسيليكون والأكسجين فسيليكونات مادة غير سامة لكنها مستقرة مثل زيود السيليكون فهي مادة مانعة للاتساق ومضادة للرطوبة مثل سطوح الأنتجة والبنايات سؤال ما فائدة زيت السيليكون ومطاط السيليكون جواب فائدة زيت السيليكون مادة مانعة للاتساق ومضادة للرطوبة أما فائدة مطاط السيليكون فهي مادة مرنة بدرجات الحرارة فتستعمل في صناعة القوالب والحمامات والمطابق حلول أسئلة الفصل الخامس سؤال الأول اكتب معادلات متوازية هذه غير مطلوبة للمستمع صفحة 46 أيضا سؤال الثاني اكتب الترتيب الإلكتروني هذه أيضا غير مطلوبة للمستمع كذلك سؤال الثالث ما هو السيليكون العالي النقاوة وكيف يحضر جواب موجود بالملزمة سؤال الرابع اشرح مع كتابة المعادلات الكيميائية طرق تحضير السيليكون جواب موجود بالملزمة سؤال الخامس عدد ستة استعمالات متنوعة لعنصر السيليكون ومركباته جواب موجود بالملزمة الكيمياء الفصل السادس مدخل في الكيمياء العضوية صفحة 48 الفصل السادس موضوع مدخل في الكيمياء العضوية الكيمياء العضوية هي فرع من فروع علم الكيمياء التي تهتم بدراسة مركبات الكوربون والهيدروجين إضافة للأكسجين والنيتروجين والكبريت سؤال ما أهمية المركب العضوي؟ أولا كل أصناف المواد الغذائية الرئيسية للإنسان والحيوان هي بروتينات ودهون وكوربيهيدرات هي مركب عضوي ثانيا المنتجات الطبيعية والصناعية كالقطن والحرير والورق والبلاستيك هي مركب عضوي ثالثا الوقود كالنفط والغاز الطبيعي والخشب هي مركب عضوي رابعا العقاقير الطبية والفيتامينات والإنزيمات هي مركب عضوي سؤال كيف تثبت وتبرهن على وجود الكوربون في تركيب المركبات العضوية؟ أولا عند اشتعال شمعة سيتحرر الغاز من أوكسيدي كوربون يمرر الغاز على محلول هيدروكسيد الكاليسيوم فنلاحظ تحول المحلول إلى متعكر نتيجة تكون كوربونات الكاليسيوم ثانيا عند حرق كمية من السكر بأنبوبة اختبار سيتكون مادة سوداء لأن السكر هو متكون من الكوربون والأكسيدي والهيدروجين سؤال ما مميزات والصفات المركب العضوي؟ أولا كل المركبات العضوية تحتوي على الكوربون بتركيبها وهي قابلة للاحتراق أو التحلل بالتسخين بدرجة حرارة عالية ثانيا ترتبط الذرات في المركبات العضوية بأواصر تساهمية تجعلها تتفاعل بشكل بطيء ثالثا المركبات العضوية لا تذوب بالماء ولكنها تذوب في السوائل العضوية كالإثر والإيسيتون والكحول والرباع كلوريد الكوربون سؤال ما أنواع الأواصر التساهمية بين ذرات الكوربون في المركبات العضوية؟ أولا أواصر منفردة مشبعة كما في الميثان ثانيا أواصر مزدوجة غير مشبعة كما في الأثيلين ثلاثة أواصر ثلاثية غير مشبعة كما في الأستيلين صفحة 49 سؤال ما الترتيب الإلكتروني لذرة الكوربون علم أن عدد الذر يسوي 6 جواب الغلاف الأول يحتوي على 2 إلكترونيا والغلاف الثاني يحتوي على 4 إلكترونات وبذلك لا تستطيع ذرة الكوربون فقدان أو اكتساب إلكترونات وإنما تكوين 4 أواصر تساهمية لإشباع غلافها الخارجي وصولا إلى حالة مستقرة سؤال ما أبسط مركب عضوي من مركبات العضوية؟ جواب أبسط مركب عضوي هو غاز الميثان سؤال أكتب سلسلة كوربونية مفتوحة وأخرى مغلفة وأخرى متفرغة هذه غير مطلوبة بالنسبة للمستمع سؤال ما الهيدروكوربونات؟ جواب هي مركبات عضوية مكونة من عنصري الكوربون والهيدروجين ويكون هيدروكوربونات مشبع أو غير مشبع سؤال أين يوجد غاز الميثان؟ أولا يوجد بنسبة كبيرة في الغاز الطبيعي المصاحب لاستخراج النفط الخام ثانيا يوجد في شقوق مناجم الفحم ثالثا يوجد في تحلل المواد العضوية لمياه البرك والمستنقعات الراكدة سؤال حذر مختبريا مع رسم الجهاز وكتابة معادلة تفاعل غاز الميثان جواب يحذر الغاز بتسخين خلات الصوديوم مع هيدروكسيد الصوديوم أو هيدروكسيد الكوليسيوم في أنبوبة اختبار ويجمع غاز الميثان الناتج بإزاحة الماء للأسفل لأن الغاز قليل الذوبان بالماء كما في المعادلة سؤال ما خواز غاز الميثان؟ أولا عديم اللون والرائحة ثانيا قليل الذوبان بالماء ثالثا قابل للاشتعال مكون ببخار الماء ومكون طاقة رابعا لا يضوب في ماء البروم سؤال حذر مختبريا مع رسم الجهاز وكتابة معادلة تفاعل غاز الإيثلين جواب يحذر غاز الإيثلين من تسخين كحول الأثيل مع حامض الكبريتيك المركز الساخن بدرجة 170 كما في المعادلة صفحة 51 سؤال اذكر خواز غاز الإيثلين أولا عديم اللون ثانيا لا يذوب بالماء ثالثا قابل للاشتعال بلهب داخل مكون ببخار الماء وغاز ثلائي أكسيد الكوربون كوافية المعادلات رابعا يذوب في ماء البروم ويزيل اللون الأرجواني الأحمر سؤال وضح استعمالات غاز الإيثلين يستعمل في صناعة كحول الأثيل ثانيا يستعمل في انضاج الخضروات والتفاح ثالثا يستعمل في تحضين مادة اللداء البلاستيك المستعملة في الأدوات والمستخدمة في الحياة اليومية سؤال حذر مختبريا مع رسم الجهاز وكتابة معادلة التفاعل غاز الإيثلين جواب يحضر غاز الإيثلين من تفاعل كاربيد الكالسيوم مع الماء من خلال دورق التحضير فنلاحظ خروج فقاعات غازية ويجمع الغاز بإزاحة الماء للأسفل كما في المعادلات سؤال بين خواص غاز الإيثلين أولا غاز عديم اللون ذو رائحة كريهة تشبه رائحة الثوم ثانيا لا يذوب بالماء ثالثا يشتعل بلهب أزرق باهت رابعا يذوب في ماء البروم ويزيل اللون لأرجواني الأحمر صفحة 52 سؤال ما هي استعمالات غاز الإيثلين؟ يستعمل في صناعة المطاط والبلاستيك وحامض الخليك ثانيا يستعمل في توليد الشعلة الأوكسي الإيثلينية التي تستعمل لقطع ولحم المعادل سؤال ميز عمليا بين الهيدروكاربونات المشبعة والهيدروكاربونات الغير مشبعة جواب الهيدروكاربونات المشبعة كالميثان لا يذوب ولا يتفاعل مع ماء البروم أما الهيدروكاربونات غير مشبعة كالإيثلين والإيستيلين فإنها تذوب وتتفاعل وتزيل اللون الأحمر الأرجواني سؤال حذر كحول الإيثيل قديما وحديثا اولا يحضر كحول الاثيل قديما من تخمير الدبس بمعزل عن الهواء فيتحول السكر بفعل انزيم الخميرة الى السكر بسيط وبفعل انزيم الزايا مونو يتحول السكر البسيط الى كحول الاثيل وثاني اوكسيد الكوربون وبعدها يفصل الكحول من محلوله المائي بطريقة التقطير با يحضر الكحول الاثيل حديثا بطريقة صناعيا من مشتقات النفط بتفاعل غاز الاثيلين مع الماء بوجود حامض الكبريتيك المركز سؤال وضح خواص كحول الاثيل اولا سائل ذو رائحة مميزة ثانيا سائل له درجة غليان اقل من درجة غليان الماء ثالثا يتجمد بدرجة حرارة واطئة رابعا مذيب جيد للمواد العضوية خامسا يشتعل بلهب ازرق باهت لتقوين بخار الماء وغاز ثاني اوكسيد الكوربون سؤال ما استعمالات كحول الاثيل اولا يستعمل في بعض الصناعات كمواد التجميل والعطور والحبر والمطاط الصناعي ثانيا يستعمل بخلطه مع مشتقات النفط كالوقود ثالثا يستعمل في المشروبات الكحولية رابعا يستعمل مع اليود لتعقيم الجروح وهو سام خامسا يستعمل ككحول معطل الاسبيرتو سؤال ما هو الكحول المعطل الاسبيرتو جواب هو كحول الاثيل مضاف الي الكحول المثيل وباضافة بعض المواد السامة والالوان لغرض تمييزه عن الكحول الاثيل النقي سؤال اشرح تأثير الكحول الاعتيادي كحول الاثيل على جسم الانسان بعد تناوله كمشروب مسكر جواب شرب الكحول يؤدي الى عدم ترابط عمل الجهاز العضلي مع الجهاز العصبي فتحصل تغييرات واضحة في الادراك الحسي وان تأثر الجسم بالكحول يؤدي الى ابطاء عمل خلايا الجهاز العصبي ويضر بصحة الانسان وقد تفرض بعض الدول على مجمنون الكحول الضرائب عالية لتقليل من استعماله كمشروب والتخفيف من اضراره الاجتماعية والصحية والاقتصادية سفحة 53 سؤال حذر حامض الخليق صناعيا يحذر حامض الخليق صناعيا من تفاعل غاز الاستيلين مع الماء بوجود حامض الكبريتي كعامل مساعد سؤال ما هي خواص حامض الخليق اولا ذو رائحة نفاذة ثانيا يمتزج بالماء باي نسبة كانت ثالثا سائل بدرجات الحرارة الاعتيادية رابعا يتجمد بدرجة حرارة 18 سليزي الى ما يشبه الثلج خامسا يتفاعل مع القواعد مثل هيدروكسيد الصوديوم مكون ملح الحامض خلات الصوديوم والماء سؤال ما المقصود بالبنزول البنزين جواب هو سائل طيار هيدروكوربوني مكون من كوربون وهيدروجين وتكون نسبة الكوربون فيه عالية فيشتعل بلهب داخل جدا سؤال ما مميزات وهمية البنزول البنزين اولا ابسط مركب لسسلة الهيدروكوربون ويسمى الهيدروكوربونات الاروماتية له رائحة خاصة سائل طيار يغلي بدرجة 80 درجة سليزية 4 لا يذوب في الماء 5 بخاري سام سؤال ما استعمالات البنزين يستعمل كمذيب للأصباغ والورنيش ثانيا يستعمل كمبيد للحشرات ثالثا يستعمل في صناعة النايلون ومساحيق التنظيف الحديثة سؤال ما المقصود بالفينول وما مميزاته وأهميته جواب الفينول النقي مادة صلبة عديم اللون له رائحة خاصة وانه مادة فعالة كيميائيا يمكن الحصول عليه مميزاته وأهميته أولا المتلف للجلد فإنه فإن سقط على الجلد يسبب الحروق المؤلمة ثانيا يذيب بالماء ثالثا يستعمل محلوله 9% لتعقيم المرافق الصحية تحت اسم حامض الكوربوليك رابعا يمكن الحصول من الفينول على مشتقات المطهرات ومساحيق التنظيف الحديثة ومبيدات الحشرات والبلاستيك سؤال كيف يمكن معالجة حروق الفينول يتم من خلال غسل الجلد بمحلول مخفف من الكوربونات الصاديوم صفحة 54 حلول أسئلة الفصل السادس سؤال الأول وضح مع رسم الجهاز تحضير غاز الميثان في المختبر معززا جوابك بالمعادلة الكيميائية هذه موجودة بالمندمة وكذلك غير مطلوبة بالنسبة للمستمع سؤال الثاني أعطي أمثلة لكل ما يأتي هذه غير مطلوبة للمستمع سؤال الثالث اختر الأنسب بين القوسين الذي يكمل التعابير الآتية أولا كل المركبات العضوية تحتوي على أحد العناصر الآتية في تركيبها الجواب هو الكوربون با يكون الارتباط بين ذرتين الكوربون تركيب الهيدروجين المشبع بآسرة تساهمية الجواب منفردة جيم الغاز الذي نسبته الحجمية أكبر من الغازات الأخرى في الغاز الطبيعي وهو الجواب الميثان دال في الاستيلين ترتب الضرتاء كوربون ببعضهما بي جواب آسرة ثلاثية سؤال الرابع وضح مع الرسم الجهاز تحضير غاز الاستيلين في المختبر معززا جوابك بالمعادلة الكيميائية جواب موجود بالملزمة وغير مطلوب للمستمع سؤال الخامس ما أهم المميزات العامة للمركبات العضوية جواب موجود بالملزمة سؤال السادس كيف تعبر عن كل ما يأتي بمعادلات كيميائية متوازنة هذه غير مطلوبة للمستمع سؤال السابع اشرح تأثير الكحول الاعتيادي ككحول الاثيل على جسم الإنسان بعد تناوله كمشروب مسكر جواب موجود بالملزمة سؤال الثامن ما المقصود بالكحول المعطل السبيرتو جواب موجود بالملزمة سؤال قارن بين غاز الميثان وغاز الاثيلين وغاز الاستيلين من حيث اولا اللون والرائحة غاز الميثان عديم اللون والرائحة غاز الاثيلين عديم اللون غاز الاستيلين عديم اللون ذو رائحة نفاذة صفحة 56 ثانيا من حيث مقارنة قابلية الذوبان بالماء غاز الميثان قليل الذوبان بالماء غاز الاثيلين لا يذوب بالماء غاز الاستيلين لا يذوب بالماء ثالثا مقارنة اشتعلها بالهواء بشكل اعتيادي اشتعالها بالهواء بشكل اعتيادي غاز الميثال له القابلية على اشتعال مكون ماء وطاقة غاز الاثيلين له القابلية على الاشتعال مكون لهب داخل وماء غاز الاستيلين له القابلية على الاشتعال مكون لهب داخل وماء وطاقة رابعا مقارنة من ناحية تفاعلها مع ماء البروم الأحمر اللون غاز الميثان لا يتفاعل مع ماء البروم غاز الأثيرين يتفاعل مع ماء البروم ويزيل اللون الأحمر غاز الاستيلين يتفاعل مع ماء البروم ويزيل اللون الأحمر با ماذا يستخدم مع غاز الاستيلين لإنتاج الشعلة القوية جواب يستخدم غاز الاكسجين مع غاز الاستيلين لتوليد الشعل الاكسيستيلينية سؤال العاشر ما اهمية كل من البونزول والفينول جواب موجود بالمرزمة سؤال الحادي عشر بيين صفة غاز الميثان التي تعقصها كل من الملاحظات الاتية ألف ان الغاز يتجمع عند تحضيره بازاحة الماء للأسفل جواب لان غاز الميثان قليل الذوبان جدا بالماء با ان الغاز لا يتفاعل مع البروم جواب ان غاز الميثان يكون لديه اربعة اواصر تساهمية منفردة والاواصر المفردة لا تتفاعل مع ماء البروم على عكس الاواصر المزدوجة والثلاثية فانها تتفاعل مع ماء البروم جيم ان الغاز يشتعل بلهب ازرق فاتح غير داخل جواب ان غاز الميثان يشتعل بلهب ازرق مكون طاقة حرارية وغاز ثاني اوكسيد الكوربون وبخار الماء كما في المعادلة سؤال 12 يشتعل كل من الاستيلين والبنزين بلهب داخل ماذا تستدل من هذه الملاحظة الاستيلين يشتعل بلهب داخل بالهواء ويشتعل في الاوكسجين بلهب ازرق باهت مولد حرارة عالية كما في المعادلة والبنزين يشتعل بلهب داخل جدا لان نسبة الكوربون تكون عالية صفحة 57 الكيميا الفصل السابع موضوع الزمرة الخامسة اعداد وترتيب الاستاذ جمال الاسدي المدرس الاقدم الاول رئيس قسم الكيميا والاستاذ هافانا البياتي ثانوية المتميزين صفحة 58 الفصل السابع الزمرة الخامسة تشمل هذه الزمرة النيتروجين والفسفور والزرنيخ والإنتيمون والبزموذ سؤال ما اهمية عناصر الزمرة الخامسة جواب تتشابه عناصر هذه الزمرة في السلوك الكيميائي العام سؤال ما الخواص الفيزيائية لعناصر الزمرة الخامسة اولا يزداد حجم الزرات من اعلى الزمرة الى اسفلها ثانيا تتدرج صفاتها من اللافلزات للنيتروجين والفسفور الى صفة الفلزية لصفة البزموذ بينما الزرنيخ والإنتيمون اشباه فلزات ثالثا يكون النيتروجين بالحالة الغازية وباقي العناصر بالحالة الصليبة سؤال ما الخواص الكيميائية لعناصر الزمرة الخامسة اولا لعنصر النتروجين له القابلية على تكوين اواصر واشبه غلافه الخارجي ثانيا تتغير الخواص الحامضية والقاعدية لأكاسيد هذه الزمرة من حامضية الفسفور الى قاعدية البزموذ ثالثا يميل الفسفور لتكوين مركبات تساهمية وعنصر الزرنيخ والبزموذ يميل الى تكوين مركبات ايونية من بعض عناصر الزمرة الخامسة هو النتروجين رمزه الكيميائي ان عدده الذري سبعة عدده الكتلي اربعة اربعة عشر صفحة تسعة وخمسون سؤال اين يوجد النيتروجين سؤال اين يوجد النيتروجين اولا يشكل النيتروجين 78% من الغلاف الجوي ثانيا انصر خامل في الظروف الاعتيادية فسمي قديما بالاوزد عديم الحياة سؤال حذر مختبريا غاز النيتروجين مع المعادلة ورسم الجهاز الف تحضيره بشكل نقي يصخن مزيج من كلوريد الامونيوم ونتريت الصوديوم وبوجود الماء لمنع حدود انفجار كما في المعادلة سؤال كيف تحضر غاز الامونيوم صناعيا جواب تحضير غاز الامونيوم صناعيا من تقطير التجزئ للهواء المسال الخالي مثل ايوكسيد الكوربان فيتقطر النيتروجين اولا وينزل الاكسجين وبما ان درجة غليان النيتروجين تساوي 183 سليزية بذلك تكون اوطأ واقل من درجة غليان الاكسجين فيحصل على النيتروجين ومحتويا على كمية قليلة من الاكسجين ويتخلص من الاكسجين بامرار غاز النيتروجين برادة النحاس الساخن وبذلك يتفاعل مع الاكسجين مكون اوكسيد النحاس سؤال ما خواز غاز النيتروجين الفيزيائية اولا غاز عديم اللون والرائحة ثانيا يكون على هيئة جزئية ثنائية تذرى بدرجة حرارة الغرفة ثالثا غاز غير فعال في ظروف اعتيادية رابعا قليل ذوبان في الماء سؤال ما خواز النيتروجين الكيميائية اولا له القابلية على تفاعله مع الميغنيسيوم او الليثيوم او الكاليسيوم بدرجات حرارة عالية ثانيا يمزج غاز النيتروجين مع غاز الاكسجين بوجود شرارة كهربائية ثالثا ينتج غاز الامونيا عند تفاعل غاز النيتروجين مع غاز الهيدروجين بطريقة هابر سؤال حذر صناعيا غاز الامونيا بطريقة هابر هابر جواب يحذر تفاعل غاز الهيدروجين مع غاز النيتروجين كما في المعادلة ان التفاعل باعت للحرارة وعكسي صفحة 60 سؤال ما استعمالات غاز النيتروجين اولا يستعمل لانتاج الامونيا الصناعية وفي انتاج الاسمدة وصناعة حامض النيتريك ثانيا يستعمل في عمليات التبريد للمنتجات الغذائية بغمر التجميد في الغاز المسال ثالثا يستعمل النيتروجين المسال في الصناعات النفطية لاحداث زيادة في الضغط الابار المنتجة للنفط لجال النفط يتدفق منه رابعا يستعمل كغاز غير فعال في خزانات المواد القابلة للانفجار ملاحظة هل تعلم ان غاز الامونيا عندما يكتسب الكترون يكون ايون؟ واذا اكتسب الثلاثة الالكترونات او يشارك في تكوين اواصل تساهمية مفردة سؤال حضر غاز الامونيا مختبرين؟ جواب يحضر غاز الامونيا من تسخين كلوريد الامونيوم مع هيدروكسيد الكاليسيوم وبما ان غاز الامونيا اخذ من الهواء فيتمع بازاحة الهواء للاسفل ويمرر على اوكسيد الكاليسيوم للتخلص من الرطوبة كما في الشكل التالي سؤال ما الخواز الفيزيائي للامونيا؟ اولا غاز عديم اللون ذو رائحة نفاذة وهو اخف من الهواء ثانيا كثير الذوبان بالماء مكون ماء الامونيا ثالثا يمكن اسالته عند درجة حرارة الغرفة بتصليل ضغط من 8-10 جو وبدرجة حرارة تصل الى 33 فرزة 5 سليزية سؤال ما الخواز الكيميائية للامونيا؟ يتفكك الامونيا عند اشتعالها بالاكسجين كما في المعادلة سؤال اكشف عن غاز الامونيا اولا غاز الامونيا يكشف عنه بتحويل لون ورقة زهرة الشمس الحمراء الى الزرقاء ثانيا ويكشف عن غاز الامونيا من خلال امرار الغاز بكلوريد الهيدروجين وتتكون ابخر بيضاء كثيفة من مركبات النتروجين حامض النتريك يعتبر حامض النتريك من الحوامض الاكسجينية سؤال كيف يمكن تحضير حامض النتريك في المختبر؟ جواب يحضر الحامض من التسخين مزيج من نترات البوتسيوم مع حامض الكبريتيك المركز في معوجة زجاجية وبعدها يكثف بخار حامض النتريك في وعاء استقبال مبرد بالماء كما في الشكل 61 صفحة 61 سؤال ما الخواص الفيزيائية لحامض النتريك؟ حامض النتريك النقي عديم اللون له رائحة نفاذة لون الحامض أصفر يقلي بدرجة 120 فارزة 5 سيزية من بعض عناصر الزمراء الخامسة الفسفور رمزه الكيميائي بي عدده الذري 15 عدده الكتلي 31 سؤال ما الخواص الفيزيائية للفسفور؟ أولا فيسفور الاعتيادي مادة صلبة لونه أبيض أو مصفر ثانيا الفسفور النقي مادة صلبة عديمة اللون سؤال أين يوجد الفسفور؟ أولا بالكائنات الحية يوجد في الخلايا العصبية والعظام والثاني والثانيو بلازمة ثانيا بالطبيعة لا يوجد حر وإنما يوجد بالصخور الفوسفاتية ثالثا يوجد في الترسبات كبيرة في مناطق مختلفة من العراق والعالم صفحة 62 سؤال حضر الفسفور مختبريا جواب لا توجد حاجة لتحضيره مختبريا لأنه يوجد بكميات تجارية وبنقاوة عالية من خامات الفسفور سؤال حضر الفسفور صناعيا جواب تسخين خام الفوسفات الكاليسيوم مع الرمل والكوربون بفرن كهربائي حسب المعادلة سؤال لماذا يصب الفوسفور الأبيض في قوالب تحت الماء جواب لأن درجة اتقاده واطئة وسرعة اتحاده مع الهواء الجوي عالية سؤال ما صور الفوسفور ما صور الفوسفور جواب للفسفور صورتان فوسفور أبيض وفسفور أحمر والجدول التالي وضح الفرق بينهما الفوسفور الأبيض شبه شفاف أبيض اللون مائل إلى الصفرة أما الفوسفور الأحمر مظهره الخارجي أحمر اللون مائل إلى البنفسجي الفوسفور الأبيض ينتج بشكل قضبان تحفظ تحت الماء لفعاليتها العالية أما الفوسفور الأحمر فينتج بشكل مسحوق لا يتأثر بالهواء في الظروف الاعتيادية الفوسفور الأبيض أقل كثافة من الفوسفور الأحمر أما الفوسفور الأحمر أعلى كثافة من الفوسفور الأبيض الفوسفور الأبيض يذوب في بعض المذيبات مثل ثنائي كبريتيد الكوربون ولا يذوب في الماء أما الفوسفور الأحمر لا يذوب في المذيبات العضوية ولا يذوب في الماء الفسفور الأبيض له درجة انصهار واطئة الفسفور الأحمر يتسامى بالتسخين الفسفور الأبيض له رائحة اتقاد واطئة لذلك يشتعل بسهولة أما الفسفور الأحمر درجة اتقاده عالية أما الفسفور الأبيض سام الفسفور الأحمر غير سام سؤال الفسفور الأبيض اكثر فعالية من الفسفور الأحمر وذلك لاختلاف كيفية ترابط الذرات المكونة لكل صورة سؤال ما خواص الفسفور الأبيض وضح ذلك بمعادلات أولا يتوهج الفسفور الأبيض بالظلام ويبدو بلون أخضر باهت عند تعرضه للهواء وتسمى هذه العملية البريق الكيميائي أو التألق الكيميائي مع اتباعات رائحة تشبه رائحة الثوم ثانيا يشتعل بالهواء فإذا كانت كمية الهواء قليلة نتج ثلاثي أوكسيد الفسفور وإذا كانت كمية الهواء كافية ينتج خماسي أوكسيد الفسفور صفحة 63 ثالثا الفسفور الأبيض يعتبر مادة سامة لأنه يذوب بالعصارات الهضمية أما الفسفور الأحمر فلا يذوب بالعصارات الهضمية ويعتبر غير سام سؤال ما هي مركبات الفسفور؟ أولا حامض الفسفوريك ثانيا الفوسفات وتقسم إلى فوسفات الصوديوم وفوسفات الكاليسيوم سؤال ما استعمالات مركبات الفسفور؟ جواب حامض الفسفوريك يستعمل في صناعة الأسمد الفوسفاتية أولا فوسفات الصوديوم يستعمل في مساحيق التنظيف لأنها تحلل مائيا مكونة هيدروكسيد الصوديوم الذي يسحب الأوساخ من الملابس ثانيا ويستعمل فوسفات الصوديوم أيضا في تحويل الماء العسر إلى ماء يسر ثالثا يستعمل في حفظ المواد الغذائية واللحوم سؤال يعامل العود الخشبي بمادة فوسفات الأمونيوم لماذا؟ أولا من احتراق العود بدخان دون لهب ثانيا يساعد على استمرار الاشتعال إلى النهاية ثالثا لا تساعد على عود اتقاد العود مرة ثانية سؤال بماذا يغطي رأس الصفيحة عود الثقاب؟ بماذا يغطي رأس الصفيحة عود الثقاب؟ أولا مادة قابلة للاشتعال كبريتيت الأنتيمون ثانيا مادة مؤكسدة كلوات الواتيسيوم ثالثا مادة تسيد الاحتكاك مسحوق الزجاج مادة تزيد الاحتكاك مسحوق الزجاج رابعا مادة صمغية سؤال كيف يتم توليد شعلة عود الثقاب؟ جواب عن طريق حك رأس العود بجانب العلبة المحتوية على الفسفور الأحمر وبذلك تتولد شعلة عود الثقاب سؤال ما الأسمد الفوسفاتية وكيف يتم تحضيرها وما فائدتها للتربة؟ جواب الأسمد الفوسفاتية مثل سوبر فوسفات الذي يكون له القابلية للذوبان بالماء ويحضر كما في المعادلة ومن فوائد الأسمد للتربة أولا زيادة خصوبة التربة ثانيا يقوي سيقانها ثالثا يعجل نموها رابعا يزيد مقاومة الأمراض 64 حلول أسئلة الفصل السابع سؤال الأول اكمل كل من الفراغ ما يناسبه هذه معادلات غير مهمة للمستمع سؤال الثاني اختر الجواب الصحيح الذي يكمل التعابير الآتية أولا يشكل النيتروجين حوالي من حجم الغلاف الجوي الجواب 78% ثانيا يمكن تحضير غاز النيتروجين مختبريا بتسخين مزيج من جواب كلوريد الأمونيوم وملح نيتريت الصوديوم بوجود كمية قليلة من الماء ثالثا من بين المواد التي يدخل في تركيبها الفوسفور مادة واحدة تستعمل كسمات فوسفاتي جواب سوبر فوسفات رابعا يمكن الكشف عن الأمونيا وذلك لقابليةها على جواب تحول لون الزهرة الشمس الحمراء إلى الزرقاء خامسا إحدى صورتين فوسفور تكفي حرارة يديك لاتقادها وذلك يلزم عدم مسكها باليد عند استعمالها لإجراء التجارب تتعلق بخواص الفوسفور هي جواب الفوسفور الأبيض سادسا يحضر حامض النيتريك بكميات تجارية وذلك جواب أكسيدة الأمونيا بالهواء بوجود البلاتين كعامل مساعد سبعة أغلب ما يتكون عند احتراق الفوسفور في كمية كافية من الهواء هو هماسي أكسيد الفوسفور سؤال الثالث أكمل كل من المعادلات التالية ثم أوزنها ثم أوزنها هذه غير مطلوبة للمستمع وكذلك سؤال الرابع غير مطلوب للمستمع صفحة 65 الكيمياء الفصل الثامن الزمرة السادسة إعداد وترتيب الأستاذ جمال الأسدي المدرس الأقدم الأول رئيس قسم الكيمياء والأستاذ هافانا البياتي ثانوية المتميزين صفحة 66 الفصل الثامن الزمرة السادسة تشمل هذه الزمرة الأكسجين والكبريد والسلنيوم والتيلوريوم والبولونيوم سؤال ما الخواص الفيزيائية لعناصر الزمرة السادسة؟ جواب أولا تتدرج خواص هذه الزمرة بإزدياد الأعداد الذرية حيث يعد الأكسجين والكبريد من اللا فلزات ثانيا يمتلك كل من السلينوم والتيلوريوم بصفات أشباه الفلزات ثالثا البولونيوم له صفة فلزية تامة سؤال ما الخواص الكيميائية لعناصر الزمرة السادسة؟ أولا للعناصر القابلية على اكتشاف واكتساب الكلترونين لإشباع غلافها الخارجي ثانيا توجد بعض الاختلافات بين الخواص الكيميائية للأكسجين والكبريد فنلاحظ أن الخواص الكيميائية تندرج من الكبريد إلى البولونيوم ثالثا عناصر هذه الزمرة تكون مركبات تساهمية معدل البولونيوم تتكون مركبات أيوهنية من بعض عناصر الزمرة السادسة الكبريد رمزه الكيميائي S عدده الذري 16 عدده الكتلي 32 سؤال أين يوجد الكبريد؟ يوجد الكبريد بصورة حرة كما في مناجم كبريد المشرق في الموصل ويوجد أيضا بشكل مركبات إذ يوجد على هيئة كبريدات في الزية مثل باي ريت الحديد والنحاس وكذلك يوجد الكبريد بشكل أملاح الكبريدات مثل كبريدات الصوديوم المائية أو كبريدات الكاليسيوم المائية صفحة 67 سؤال كيف يتم تحضير الكبريد مختبريا؟ جواب يحضر الكبريد مختبريا من إضافة حامض الهيدروكلوريك المركز مع الثايو كبريدات الصوديوم بدرجة عشرة سليزية كما في المعادلة ويجمع الكبريد بالترشيح سؤال الأول كيف يتم استخراج الكبريد بطريقة فراش؟ جواب يتم استخراج الكبريد بطريقة الفراش بمد ثلاثة أنهابيب متداخلة مع بعضها فيمرر في الأنبوب الخارجي بخار ماء مضغوط وحتى يصل إلى درجة 170 درجة سليزية فيصهر الكبريد ويمرر في الأنبوب الداخلي هواء مضغوط ليكون 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 رغوة الكبريد ويمر الرغوة الكبريد من الأنبوب الوسطي ويترك الكبريد ليبرد ويتصلب ودرجة نقاوة الكبريد المستخرج 99% فارزة 9 سؤال الثاني ماء الخواص الفيزيائية للكبريد أولا مادة صلبة بدرجات حرارة الاعتيادية ولو لون أصفر ثانيا عدم عديم الطعم ذو رائحة مميزة ثالثا لا يذوب بالماء لكنه يذوب في ثناء الكبريد الكوربون رابعا غير موصل للتيار الكهربائي سؤال الثالث ماء الخواص الكيميائية للكبريد ملاحظة الكبريد غير فعال وخامل بدرجات الحرارة الاعتيادية لكنه يصبح فعال بدرجة الحرارة العالية كما في المعادلات الآتية أولا مع اللافي للزات ثانيا مع مع اللافي للزات ثالثا مع الفي للزات ثالثا مع الفي للزات سؤال الرابع كيف يتفاعل الكبريد مع الحوامض المركزة والمؤكسدة سؤال الخامس ما صور الكبريد وضح ذلك جواب للكبريد في الصورتين هما الكبريد المتبلور والكبريد الغير متبلور أولا الكبريد المتبلور ويشمل الكبريد المعيني الذي لونه أصفر اللون درجة استقراره عالية والكبريد المعيني الذي بلوراته تشبه المنشور ثانيا الكبريد غير المتبلور كما في الكبريد المطاطي الذي يحضر من صب الكبريد السائل الذي درجة حرارته تصل إلى 1500 درجة سليزية يصب في كأس ماء بارد مكون سلاسل حلزونية أقل استقرار من الكبريت المتبلور صفحة 68 سؤال ما تأثير درجة الحرارة على جزائية الكبريت السداسية جواب عند زيادة درجة الحرارة يتحول الكبريت الصلب إلى سائل أصفر وبزيادة درجة الحرارة تصل إلى 160 درجة سليزية يتحول لونه إلى بني غامق وبزيادة درجة الحرارة أكثر تصل إلى 200 درجة فتزداد لزوجة الكبريت متحول الحلقة السداسية للذرة إلى سلاسل طويلة وزيادة في اللزوجة سؤال ما فوائد واستعمالات الكبريت؟ أولا في المجال الزراعي في القضاء على قلوية التربة وتحضير مبيدات الفطريات والحشرات ثانيا في المجال الصناعي في صناعة الثقاب والبارود والأسمدة والألعاب النارية لسهولة احتراقه ثالثا في صناعة الدهان الطلاء والمنسوجات والورق رابعا في إنتاج الفلسات وتصفية النفط خامسا في صناعة الشامبو والمطات وبطاريات السيارات وأصلاح أفلام التصوير سادسا في صناعة الأدوية لعلاج الأمراض الجلدية وعلاج الضرابات الهضم من بعض مركبات الكبريت غاز ثاني أوكسيد الكبريت أين يوجد غاز ثاني أوكسيد الكبريت؟ يوجد الغاز في الحمم البركانية وكذلك في تعديل العناصر وحرق المشتقات النفطية أو الفحم الحجري سؤال كيف تحضر صناعيا غاز ثاني أوكسيد الكبريت؟ تحضير الغاز من حرق الكبريت بالهواء الجوي مكونا غاز ثاني أوكسيد الكبريت المحتوي على نسبة من الشوائب أو غير النقي كما في المعادلة سؤال حضر مختبريا غاز ثاني أوكسيد الكبريت؟ جواب يحضر الغاز من خلال إضافة كبريت الصوديوم إلى حامض الكبريتيك المخفف في دورق مخروطي ويتحرر الغاز ويجمع الغاز بإزاحة الهواء إلى الأعلى لأن الغاز أثقل من الهواء 69 صفحة 69 سؤال ما خواص غاز ثاني أوكسيد الكبريت؟ الفيزيائية ما خواص ثاني أوكسيد الكبريت؟ أولا غاز عديم اللون ثانيا له رائحة نفاذة ثالثا غاز أثقل من الهواء ما خواصه الكيميائية للغاز ثاني أوكسيد الكبريت؟ أولا للغاز له قابلية على ذوابان بالماء مكون حامض الكبريت الداخل كما في المعادلات ونأخذ ورقة زهرة الشمس الزرقاء مبللة بالماء وندخلها في الدورق يحتوي على غاز ثاني أوكسيد الكبريت نلاحظ تحول لون ورقة زهرة الشمس الزرقاء إلى اللون الأحمر لأنه الوسط حامضي ما استعمالات غاز ثاني أوكسيد الكبريت؟ أولا في قصر الألوان المواد العضوية كالحرير الصناعي ثانيا في صناعة حفظ الأطعمة سؤال ما محاسن ومساوئ العنصر؟ جواب محاسني أنه له القابلية على قصر المواد العضوية ومساوئه أن العنصر لغاز ثاني أوكسيد الكبريت يسترجع ألوانه عند تعرضه للهواء الجوي غاز كبريتيد الهويدروجين أين يوجد غاز كبريتيد الهويدروجين؟ يوجد في تحلل المواد العضوية ثانيا يوجد في المياه الجوفية في الحمام العليل في نينوة ثالثا يوجد في النشاط الحيوي للبكتيريا التي تستخدم الحديد والمنغنيس كجزء من غذائها رابعا يوجد في الغاز الطبيعي 28% خامسا يوجد في مصفى النفط سؤال حضر مختبريا غاز كبريتيد الهويدروجين يحضر الغاز كبريتيد الهويدروجين من تفاعل حامض الكبريتيك مع الكبريتيد الحديد وكما في المعادلة سؤال ما الخواص الفيزيائية لغاز كبريتيد الهويدروجين؟ أولا غاز عديم من لون ثانيا أثقن من الهواء ثالثا يذوب بالماء رابعا له رائحة تشبه البيض الفاسد صفحة 70 سؤال ما الخواص الكيميائية لغاز كبريتيد الهويدروجين؟ أولا يشتعل بلهب أزرق ثانيا يسلك عامل مرسب الغاز كما في تفاعله مع كبريتات النحاس وكبريتات الخارصين ويعتبر هذا السلوك لغاز كبريتيد الهويدروجين من الطرق المهمة في الكشف عن الأيونات الفلزية حامض الكبريتيك سؤال لماذا سمي حامض الكبريتيك بزيت الزاج؟ جواب لأنه حضره العالم جابر بن حيان فقد سخن وقطر الزاج الأخضر كبريتات الحديدوز المائية وكبريتات الأخرى سؤال ما الخواص الفيزيائية لحامض الكبريتيك؟ أولا بعد تحضيره ملاحظة أنه سائل عديم اللون ثانيا زيت القوام ثالثا يذوب بالماء مولد حرارة عالية رابعا النقى ليس له رائحة خامسا موصل جيد للتيار الكهربائي سادسا كثافة تصل إلى 1.84 سؤال حضر صناعيا حامض الكبريتيك بطريقة التلامس جواب المرحلة الأولى صهر الكبريت وترشيحه لفصل المواد الغير منصهرة المرحلة الثانية ضخ الكبريت المنصهر إلى برج الحرق وبذلك ينتج ثاني أكسيد الكبريت ويرشح بعد إنتاج ثاني أكسيد الكبريت المرحلة الثالثة يوضع ثاني أكسيد الكبريت في برج التلامس وبوجود العامل المساعد ويحرق مع الأكسيد لإنتاج منقاوة تصل إلى 97% إلى 98% كما في المعادلة المرحلة الرابعة إذابت غاز حامض الكبريتيك وبذلك نحصل على حامض الكبريتيك سؤال ما الخواص الكيميائية لحامض الكبريتيك أولا حامض الكبريتيك له الميل أسحب جزيئات الماء من مركبات العضوية كما في قصب السكر فيتحول قصب السكر إلى مادة سوداء اللون لأن الحامض سحب جزيئات الماء من السكر صفحة 71 سؤال ما فوائد واستعمالات حامض الكبريتيك أولا يدخل في صناعة الأسمدة والزيوت والتكرير ثانيا يدخل في نسبة الاستخدام الرئيسي 60% من العالم كله ثالثا يدخل في معالجة المياه المبردة والتخليق الكيميائي رابعا يدخل في تشفيف المواد خامسا يدخل في صناعة المتفجرات كالكليسترين سادسا يدخل في إذابة الصدق قبل طلائه بالخارصين سابعا يدخل في صناعة الخلايا الكهربائية لأنه موصل جيد للتيار الكهربائي ثامنا يدخل في تحضير الحوامض كحامض النتريك وحامض الهيدروكلوريك بسبب درجة غليانه العالية أملاح الكبريتات تتكون أملاح الكبريتات من تفاعل حامض الكبريتيك مع مثلا أكسيد الخارصين أو الهيدروكسيد الخارصين كوربونات الخارصين سؤال أين توجد الكبريتات جواب توجد كبريتات الصوديوم المائية في المناجم الملحية وكبريتات الكوليسيوم المائية في الترسبات الطبيعية كالبورك المستعمل في البناء وتجبير العظام وصناعة التماثيل وكبريتات الماغنيسيوم المستعمل في صناعة الإنسجة القطنية وكبريتات الألمنيوم المستعمل في صناعة الأسمد النتروجينية سؤال كيف يتم الكشف عن أيون الكبريتات جواب يتم الكشف عن أيون الكبريتات بإضافة أيون الباريوم إلى أيون الكبريتات فيتكون راسب أبيض من كبريتات الباريوم كما في المعادلة صفحة 72 حلول أسئلة الفصل الثامن سؤال الأول تندرج الخواص الفيزيائي لعناصر الزمر السادسة من الأكسجين في البوليوم اذكر هذه الصفات الجواب موجودة في الملزمة سؤال الثاني ما الصفة الإلكترونية المشتركة لعناصر الزمر السادسة جواب الصفة الإلكترونية المشتركة لعناصر الزمر السادسة هو اكتساب الإلكترونين لشعاع غلافها الخارجي لشعاع غلافها الخارجي سؤال الثالث اختار الجواب المناسب الذي يكمل التعابير الآتية اولا يوجد عنصر الكبريت في الطبيعة بصورة جواب حر ومركبات با يوجد الكبريت في احالة صلبة في اشكال مختلفة تتمايز فيما بينها في بعض الخواص الفيزيائية تدعى الجواب صور العنصر جيم من بين الجزيئات الاتية جزيئة واحدة تحتوي على ثمان ذرات هو الجواب الكبريت سؤال الرابع بين ما يحدث عند تمرير غاز كبريتيد الهيدروجين في محاليل كبريتات الخارصين وخلات الرصاص وكبريتات النحاس وضح ذلك مستعينة بين معادلات جواب عند امرار غاز كبريتيد الهيدروجين مع كبريتات الخارصين وكبريتات النحاس وخلات الرصاص ينتج راسب كما في المعادلات المعادلات غير مطلوبة بالنسبة للمستمع سؤال الخامس يستخرج الكبريت الحر الموجود تحت الماء كما في حقول المشراق بطريقة الفراش التي تتضمن من ثلاث انابيب متحدة المركز الى اعماق مختلفة من باطن الارض حيث يضخ الماء بدرجة 170 درجة سليزية الف بين كيف يمكن الحصول على الماء الساخر بدرجة 170 درجة مع العلم ان الماء يغلي بدرجة 100 جواب بزيادة الضغط المسلط عليه با ما الذي يمرر في الانبوب الداخلية جواب هواء حار مضغوط جيم ما دور الانبوب في هذه العملية لسحب رغوة الكبريت سؤال السادس كيف تفصل خليطا ناعما جدا من ملح الطعام والطباشير والكبريت صف طريقة عملية لفصل هذه المواد اولا جواب نضيف ثاني كبريتية الكوربول فيعمل على اذابة الكبريت ويبقى الطباشير وملح الطعام ثم نضيف الى الطباشير والملح كمية من الماء وتسخين المحلول فنرى يذوب الملح ويتبخر بينما يبقى الطباشير مترسبا سؤال السابع اكتب معادلات كيميائية موزونة لتفاعل الكبريت المباشر مع الفلزات ولا ولا فلزات هذا غير مطلوبة بالنسبة للمستمع سؤال الثامن اشرح باختصار طريقة التلامس لتصنيع حامض الكبريت تجاريا مع المعادلات اللازمة جواب موجود بالمزمة سؤال التاسع اكمل وعوزن المعادلات الآتية هذه غير مطلوبة بالنسبة الى المستمع صفحة ثلاثة وسبعون الكيمياء الفصل التاسع الزمرة السابعة اعداد وترتيب الاستاذ جمال الاسدي المدرس الاقدم الاول رئيس قسم الكيمياء والاستاذ هافان البياتي ثانوية المتميزين صفحة 74 الفصل التاسع موضوع الزمرة السابعة الهولوجينات تشمل هذه الزمرة الفلور والكلور والبروم واليود والستايتين والاستايتين سؤال اين توجد هذه العناصر جواب لا توجد حرة في الطبيعة بل متحدة مكونة مركبات لانها شديدة الفعالية سؤال ما الصفات الفيزيائية لعناصر الزمرة السابعة اولا تكون لا في الزات عناصر هذه الزمرة لانها تميل الى اكتساب الكترون واحد فقط لاشباع غلافها الخارجي لانها تحتوي على سبعة الكترونات في غلافها الاخير ثانيا يوجد الفلور والكلور على هيئة غازات اما البروم فهو سائل واليود صلب ثالثا الهولوجينات الزمرة السابقة تكون ملونة لانها تمتص جزء الاشعة المرئية التي تسقط عليها رابعا انها عوامل مؤكسدة قوية وتنترج بالتناقص من الفلور الى اليود اقل كلما زاد العدث الذري خامسا درجة غليان وانصهار عناصر هذه الزمرة تزداد كلما اتجهنا الى اسفل الجدول الدوري اي بزيادة العدد الذري من بعض عناصر الزمرة السابعة الكلور رمزه الكيميائي سي ال عدده الذري اسبع طعش عدده الكتلي خمسة وثلاثين سؤال اين يوجد الكلور جواب لا يوجد الكلور حرف الطبيعة وانما مركب لفعاليته الشديدة واتحاده مع العناصر مكونة مركبات مثل كلوريد الصوديوم سبحة خمسة وسبعون سؤال هذر صناعيا غاز الكلور جواب تحضير غاز الكلور صناعيا بطريقة التحليل الكهربائي لمحلول كلوريد الصوديوم في الماء عند القطب الموجب عند القطب السالب سؤال هذر مختبريا غاز الكلور جواب تحضير الكلور مختبرية من اكسدة حامض الهيدروكلوريك المركز بوجود ثنائي اكسيد المنغنيز كما في المعادلة وكما في الشكل الاتي وان ثاني اكسيد المنغنيز يسلك عامل مساعد سؤال ما خواص غاز الكلور الفيزيائية اولا لونه اخضر مصفر ثانيا يجمع بازاحة الهواء للاعلى لانه اثقل من الهواء ثالثا قليل الذوبان بالماء بدرجة الحرارة الاعتيادية سؤال ما خواص غاز الكلور كيميائيا اولا غاز قليل الذوبان بالماء بدرجة الحرارة الاعتيادية فلذلك يمرر الغاز بالمال تخليصه من غاز المتصاعد من حامض ثانيا له رائحة خانقة لأنه هاجم الأنسجر المخاطية للأنف والبلعوم والرئتين فهو غاز سام عند استنشاقه بكميات كبيرة ثالثا يتفاعل الغاز مع الفلزات واللافلزات كما في المعادلة التالية رقم الصفحة 76 رابعا استمرار اشتعال الغاز الهيدروجين في قنينة تحتوي على الغاز وينتج غاز كلوريد الهيدروجين بلحب أبيض ويختفي اللون الأصفر للإكلور ويتكون طاقة حرارية عالية كما في المعادلة خامسا لغاز الكلور مين للاتحاد مع عصر الهيدروجين أكبر إلى حد يسلم الهيدروجين من مركباته كما في حال مع غاز الميثال سؤال ما فوائد واستعمالات غاز الكلور ما فوائد واستعمالات غاز الكلور أولا يستعمل في تعقيم مياه الشرب وأحواض السباحة ثانيا يستخدم بعض مركباته في تحضير العقاقير الطبية ثالثا يدخل في تركيب بعض المذيبات العضوية الصناعية رابعا يستعمل في قصر الألوان النباتية حيث يعمل كقاصر ومعقم بتفاعل الكلور مع الماء ببطء عند ثوبانه ببطء ببطء سؤال كيف يمكن تحضير الكلور كقاصر يتم تحضير بإذابة الكلور بالماء مكون محلول كلوريد الهيدروجين وأكسجين ذري هو المسؤول عن صفة القصر سؤال ما استعمالات الكلور كقاصر أولا فعال جدا فيقوم بإزالة اللون الألوان النباتية ونقل الجراثيم للتعقيم ثانيا له القابلية على قصر الملابس القطنية فقط أما الملابس الحرير الطبيعي والصوف فلا تقتصر بالكلور لأنه يتلفها سؤال كيف تثبت أن الكلور له قابلية القصر للألوان المتباينة جواب نأخذ ورقة نباتية ونضعها في قنينة تحتوي على غاز الكلور الجاف وبعدها نبلل الورقة النباتية ملونة بالماء وندخلها في قنينة غاز الكلور مرة أخرى نلاحظ زوال لون الورقة النباتية لأن تكون قصر لون الورقة النباتية سؤال حضر تجاريا هايبوكلورات الكاليسيوم تحضير هايبوكلورات الكاليسيوم من تفاعل الماء مع الغاز ثنوع أكسيد القربون وتكون وتقوين حامض الهيبوكلورات وبعدها يتفكك الحامض كما في المعادلة سؤال ما هي الكلوريدات وكيف يتم تحضيرها ما هي الكلوريدات وكيف يتم تحضيرها أولا الكلوريدات هي أملاح حامض الهيدروكلوريك وتحضر كما في المعادلة التالية صفحة 77 الجدولات يوضح درجة الذوبان لكلوريدات الكلوريد الفضة لا تذوب بالماء كلوريد الزئبق لا تذوب بالماء كلوريد الرصاص تذوب بالماء الحار كلوريد الصوديوم يذوب بالماء كلوريد المغريسيوم يذوب بالماء كلوريد الأمونيوم يذوب بالماء سؤال اكتشف أو اكشف عن كلوريد الصوديوم وكلوريد الهيدروجين وكلوريد الفضة جواب كلوريد الفضة لا يذوب بالماء كلوريد الصوديوم يكشف عنه بإضافة نترات الفضة كما في المعادلة الآتية أما كلوريد الهيدروجين يكشف عنه أيضا بإضافة نترات الفضة سؤال أين يوجد غاز كلوريد الهيدروجين جواب لا يوجد غاز كلوريد الهيدروجين حرف الطبيعة ولكنه يوجد في العصارات المعدية بشكل محلول كحامض الهيدروكلوريك الذي يساعد على هضم البروتينات سؤال حضر غاز كلوريد الهيدروجين مختبريا جواب تحضير غاز كلوريد الهيدروجين من تفاعل حامض الكبريتيك المركز مع كلوريد الصوديوم صفحة 78 سؤال ما خواص غاز كلوريد الهيدروجين فيزيائيا أولا عديد من لون ثانيا غاز أثقل من الهواء لذلك يجمع بإزاحة الهواء إلى الأعلى ثالثا له رائحة نفاذة سؤال ما خواص غاز كلوريد الهيدروجين الكيميائية أولا المحلول المائي لغاز كلوريد الهيدروجين القابلية على تأثير الحامضي كما في إدخال ورقة زهرة الشمس الزرقاء في قنينة غاز نلاحظ تغيير لونها إلى اللون الأحمر مما يدل على أن الوسط حامضي هو حامض ثانيا غاز كلوريد الهيدروجين له القابلية على الذوبان بالماء فعند غلق فوهد قنينة غاز بسداد مطاطي وفي السداد قطار فيها ماء وأنبوب زجاجي في حول ماء يحتوي على صبغة دليل المثيل البرتقالي فنضغط على بصلة القطارة فنلاحظ تدفق الماء داخل القنينة بشكل نافورة بلون أحمر بما يدل على أن الغاز كلوريد الهيدروجين له القابلية تذوبان بالماء ثالثا غاز كلوريد الهيدروجين يتفاعل مع الحديد الساخن مكون كلوريد الحديد وغاز الهيدروجين كما في المعادلة رابعا غاز كلوريد الهيدروجين لا يساعد على الاشتعال فعند ادخال بصيص أو شضية في قنينة الغاز نلاحظ عدم زيادة توهج البصيص لأن الغاز لا يساعد على الاشتعال وعند ادخال عود ثقاب مشتعل في نفس القنينة المحتوية على غاز كلوريد الهيدروجين نلاحظ انتفاع العود مما يدل على أن الغاز كلوريد الهيدروجين لا يساعد على الاشتعال ولا يشتعل سؤال اكتشف عن غاز كلوريد الهيدروجين يتم الكشف من خلال اضافة محلول الامونيا الى غاز كلوريد الهيدروجين مادة ضبابية بيضاء هي كلوريد الامونيوم كما في المعادلة حلول اسئلة الفصل التاسع سؤال الاول بماذا تتشابه الهولوجيات فيما بينها وما هو ترتيب الالكتروني للغلاف الخارجي لها جواب ان عدد الالكترونات في الخلاف الخارجي لعناصر الزمرة السابعة سبعة لجميع عناصرها سؤال الثاني هل تميل عناصر الزمرة السابعة الى اكتساب او فقدان الالكترونات لاشباع غلافها الخارجي ولماذا جواب تميل عناصر الزمرة السابعة الى اكتساب الالكترون واحد فقط لاشباع غلافها الاخير سؤال الثالث ما اهم تفاعلات غاز الكلور جواب موجود في الملزمة سؤال الرابع اختر الاجابة الصحيحة لما يناسب كل عبارة مما يأتي الف ان اهم مركب مرتبط بحياة الانسان وواسع الانتشار في الطبيعة هو جواب كلوريد الصوديوم با لغاز الكلور لون يميزه عن كثير من الغازات هو لون اصفر مخضر جيم تميل ذرة الكلور عند اتحادها بذرة الصوديوم الى اكتساب عدد من الالكترونات يساوي جواب واحد ده الغاز واحد من الغازات الاتية له الغابلية على قصر الالوان النباتية هو جواب الكلور تسعة وسبعون صفحة تسعة وسبعون سؤال الخامس اكمل ووزن اكمل ووزن للمعادلات التفاعلات الاتية هذه غير مطلوبة بالنسبة للمستمع سؤال السادس علل ما يأتي اولا يكون الكلور في مركباته على العموم احادي التكافؤ جواب موجود بالملزمة ثانيا غاز الكلور لا يقصر الانوان النباتية الا بوجود الماء جواب موجود في الملزمة ثالثا تتكون مادة ضبابية عند تقريب محلول الامونيا هيدروكسيد الامونيوم من قنينة حامض الهيدروكلوريك المركز جواب موجود في الملزمة سؤال السابع كيف تستدل او تكشف عن وجود ما يأتي حامض الهيدروكلوريك غاز الكلور هذه معادلات غير مطلوبة بالنسبة للمستمع سؤال الثامن ماذا نقصد بالكلوريدات بين بمعادلات كيميائية كيفية الحصول على كلوريد الماغنيسيوم وكلوريد الامونيوم جواب موجود في الملزمة سؤال التاسع وضح استعمالات غاز الكلور كذلك موجود في الملزمة سؤال العاشر بيّن مع رسم الجهاز تحضير غاز الكلور مختبريا مع أهم خواص هذا الغاز موجود كذلك في الملزمة سؤال الحادي عشر اكمل الفراغات الآتية بما يناسبها هذه معادلات سؤال ومن أهم خواص الغاز الفيزيائية أولا عديم اللون أثقل من الهواء له رائحة نفاذة يحول ورقة زهرة الشمس الزرقاء إلى حمراء صفحة 80 تمارين حواشي الكتاب تمارين الأول اختر الجواب الصحيح مستوى الطاقة الرئيسي الذي طاقته أعلى هو جواب دال مستوى الطاقة الرئيسي الرابع تمارين الثاني ما مفهوم السحابة الألكترونية جواب السحابة الألكترونية وهي الألكترونات المحيطة بالنواة ولا حيز من الفراغ المحيط بالذرة فيتحمل على وجود ألكترونين فيه تمارين الثالث ما عدد الأوربيتالات في مستوى الطاقة الرئيسي الأول والثالث وما عدد الألكترونات في مستوى الطاقة الرئيسي الثاني والثالث عدد الأوربيتالات في مستوى الطاقة الرئيسي الأول هو أوربيتال واحد أما عدد الأوربيتالات في مستوى الطاقة الرئيسي الثالث هي تسعة أوربيتالات وعدد الألكترونات في مستوى الطاقة الرئيسي الثاني هي ثمانية ألكترونات أما عدد الألكترونات في مستوى الطاقة الرئيسي الثالث هي 18 ألكترونات تمارين الرابع بيين كيفية توزيع الألكترونات في الأوربيتالات المستوى الثانوية التي تحتوي على عدد الألكترونات هذه غير مطلوب بالنسبة إلى المستوى تمارين الخامس اكتب الترتيب الألكتروني ثم بيين توزيع الألكترونات على الأوربيتالات في العنصر الآتي هذا غير مطلوب أيضا بالنسبة إلى المستمع صفحة 81 تمارين السادس اكتب الترتيب الألكتروني لذرات العناصر الآتي ثم بيين ترتيب مستويات الطاقة الرئيسية هذا غير مطلوب بالنسبة للمستمع تمارين السابع كذلك أيضا اكتب الترتيب الألكتروني لذرات العناصر الآتي أيضا غير مطلوب للمستمع صفحة 82 تمارين الثامن اذكر عدد الألكترونات في كل مستوى الطاقة الرئيسي أيضا غير مطلوب بالنسبة إلى المستمع تمارين التاسع أيضا غير مطلوب للمستمع صفحة 83 أيضا تمارين الثالث عشر رتب العناصر أيضا غير مطلوب للمستمع تمارين الثالث احسب النسبة الماوية بالحجم أيضا غير مطلوب للمستمع صفحة 84 ما كتلة الهيدروكسيد الصوديوم اللازم إذابتها في لتر من ماء أيضا غير مطلوب للمستمع اكتب معدلات موزونة لتفاعلات الكبرية مع كل من النحاس والخارصين أيضا غير مطلوب للمستمع تمت بعون الله تعالى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر